بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزائي مشاهدي قناة الأهل في برناموكم ملك وكتابة وكل عام وأنتم بخير على مشارف وأبواب شهر رمضان الكريم يعني عده الله علينا جميعا في أحسن حال وقدرنا على أن نخرج من رمضان أفضل مما دخلناه شأن كل من يسعى إلى النجاح على الأهل أن يأخذ بالأسباب ولكن ما هي الأسباب إبراهيل أهلا بك عزائي المشاهدين وكل سنة وأنتم طيبين نستقبل شهر كريم أيام قليلة ويحل علينا شهر رمضان المعظم أعضاه الله علينا جميعا وعلى مصر كلها بإذن الله تعالى بكل الخير لكن كمان الأهل هو بيأخذ بالأسباب يستطلع هلال الدوري بالأمس استطلع الأهل هلال الدوري قفز إلى صدارة المسابقة حقق فوزا عزيزا وغاليا ومهما بشهونس كل المباراة أصبحت غالياء جدا وأصبح كل ما يتعلق بيها لأه أهمية كل الأمور خارج إيدنا إلي حاجة واحدة برقيتنا إدارتنا جمهورنا وأنا بقول حاجة واحدة ليه؟ لأن الثلاثة دول حاجة واحدة مش عايز أجزاءهم مش عايز حد يستدرج لأي حوارات جانبية مش عايزين حد يخلينا بنشتغل القرد فعلي ولا شغلنا ولا شتتنا ولا يقلف لنا الإشاعات اللي تخلينا نستدرج إلى الفخر اللي عايزين نسعى إليه كلام كتير جدا لا يكتب غير على الأهل لا قاعد يتعرض مين ماشي ومين قاعد غير في الأهل في الأهل ومن نفس الأشخاص خفافيش الظلام اللي كنا بننبع عليهم لعالمات أربع سنين أطلوا كالأفاعي بعد بيات شتوي بيجهزوا للأدغات اللي هم مجهزين له ولكن لأن الأهل يعمل في صمته ويعمل بثقة ويعمل مدعوماً بكل أعضاء وجماهيره ربنا بيوفقنا إحنا كنا فين من شهر ونص وبقينا فين دلوقتي أتحدث عن الدور الممتاز وأرجو إنك كموعات تاني تكون جهز النهاردة عشان نبقى عارفين وأنا واحد من الناس عايز يعرف الحقيقة يعني هو إحنا فين من العلعاب الأخرى غير كرة القدم هو إحنا ماشيين في صعود أم هبوط أم ثبات طب وعشان نصلح الهفوات أو نصلح السلبيات مطلوب نعمل إيه ونصرف إزاي إحنا النهاردة عايزين نعمل حلقة لا نخرج منها متحملين ولا مجملين ولكن موضوعيين بكل ما تعني كلمة الموضوعية عشان كده هي حلقة النهاردة الحلقة الأخيرة قبل الشهر الكريم حلقة مهمة لاستياد خففيش الظلام لاستياد خففيش الظلام ويظهرهم بمنتهى الموضوعية ومنتهى الحرصة على الأهل هنتكلم بالوسيقة بالورقة بالحقيقة بالبطولة بالرقم بالمستند كل ده هيكون في حلقة مهمة جدا نستعرض فيها كل اللي جرى هل فعلا الأهل فيه انهيار علامات هذا الانهيار وأسبابه وطرق الخروج منه وهو حقيقة ولا أوهام دي مسألة مهمة جدا في حلقة بإذن الله تكون ثانية لكن دعونا نعزي أسرة اللاعبة نور أحمد كمال حافظ بنت الله يرحمه الأستاذ أحمد كمال حافظ عضو مجلس الإدارة السابق حفيدة كمال بيع حافظ الرمز التاريخي للنادي الأهلي واحد من رموز الأهلي ووكيل النادي لفترات طويلة جدا نور لعبة تم تصعيدها من الناشئين للفريق الأول النهاردة أسرتها بتصحيها لقيتها توفها الله لأسرتها كل العزاء لزميلاتها لأسرة كرة اليد في النادي لأسرة كمال بيحافظ كلها كل التعاذي بفقدان اللاعبة نور أحمد كمال حافظ يعني أنت فجئتيني وأنا داخل على الهوى بهذا الخبر المؤلم والإلام أننا كنا برضو فجعنا في أحمد نفسه شاب صغير وتوفاه الله أيضا ولدها وكان من الناس الجميلة وفعلا ابن كمال حافظ رحمة الله عليه كان عاشقا للأهلي كان مخلصا للأهلي وكان بمس الأهلي في كرة اليد حارسا للمرمة وبعدين وعده مجلس دارة وبعدين عيده مجلس دارة اتحاد كرة اليد وبعدين إداري في النادي الأهلي سكرتير اللعبة وكان عليه شأن شأن والده رحمة الله عليه كان متفرغا في حب الأهلي والله شيء مؤلم ورحمة الله الواسعة تتغمد اللعبة الصعيدة بنتنا يرحمه الله العزيزة ويصبر والدتها ويصبر أهلها وهو يعني والدتها تبقى بنت أخو الكابتن حسن حمدي فرحمة الله وعزقنا لأهل حمدي وآهل حافظ وآهل التتشي والشيخ كلها الأهل عيلة واحدة هم كلهم أقارب وناس تارخة ومتجزرين في النادي الأهلي رحمة الله على بنتنا العزيزة أيضا يمكن فاتنا الحلقة اللي فاتت الحقيقة ننعي رحيل شاب من موثقي ومؤرخي الحركة الكروية والواحد كان من محب الأهل جدا بكر سيد الحاوي شاب من الهرم عفيف إنسان عصامي جدا مجتهد قوي فضل واهب حياته للتوسيق الرياضي يسمع في البرنامج كلمة كنا دايما وإحنا راجعين ألاقي بكر ده بيتصل لا المطش ده كان أصله كذا وحريص على المعلومة وحريص على الرقم وحريص على المستند توفقه الله الأسبوع الماضي بكر سيد الحاوي واحد من المؤرخين والموثقين شاب ومات برضو بأزمة قلبية رحمة الله عليه وابننعي أسرته وابنعز أسرته وابنعز كل زميله ومحبيه لحياة بكر سيد الحاوي واحد من اللي أحبه لأهلي عن بعض لا ده يعني هو زي هو كان ماشي على نفس النهج اللي كان الساز أحمد المحمد المصري أيوة ده مؤرخ عجيب محمد المصري ده صحيح وإحنا تكلمنا عليه أكتر من مرة أي وبرضو أخونا عاشق الأرقام من اللي يجي حنكوا أي بس التانيين عندهم التاريخ وبلدياتك عدل مرسي وعدل مرسي ربنا يشفيه ربنا يشفيه يعني من الموثقين المهتمين الحقيقة بجمع تاريخ كرة القدر والناس دي الحقيقة عاملة دور رائع جدا جدا في الحفاظ على تراث النادي الأهلي وتاريخ صحيح طيب الأهل مبارح زي ما قلتلكم استطلع هلال الدوري حقق فوز مهم جدا تقدم للصدارة صحيح متساوف الرصيد مع بيرامدز لكن الأهلي بيتفوق نسبيا أو بشكل محتمل لأنه لعب مطشين أقل من بيرامدز فعنده فرصة إن شاء الله تعالى في مواصلة مسيرته الفوز تباعا بإذن الله بكل مباراة حتى يتمكن من الاحتفاظ باللقب والفوز بالدرع الغالي جدا هذا الموسم دون الحاجة إلى مفاعداتها يا 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 أنا أبقى الناس عايزيني تتوقفوا ده من اللقطة دي كرة دي هتهلم الأول لشوارب لأنه دي جريمة حصلت مبارح وهقول لكم إيه سببها جرالدو بالمناسبة فضل بعد اللطشة دي فاقد الزاكرة لغاية الساعة واحدة بالليل يمكن حتى مرت اللي صارت المدير الفني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة قال أنه اللعب فاقد الزاكرة ومش حارف حاجة عن المباراة ولا على اللي حصل الجهاز الطبي قال أنه هم فضلوا متابعينه بدأ يستعيد الزاكرة شوف الصرعة بص الصرعة بتاعته بص داخل فيه يفاخده في دماغه يعني هو لا سباق الصرعة بس أنا عايز أقولك إمكانات اللعيبة طبعا ربنا يصر عليه والحقيقة لعيب سريع وجريء وشجاع وعنده شخصية ناس كتير كانت تكش تحط دماغه لكن هو كان عايز يأخذ كوره كان عايز يهيئها قبل ما فالحقيقة يعني إيه ده بص صرط طاوم الحارس محمد بسان بيه برقبته داخل في دماغه كل خبراء التحكيم لما تكلموا في الواقع دي طرد طرد أولا أنت اديت فرصة للعبة عشان الفريق يستفيد منها ده قانون برافو بس الجريبة دي عملت فيها إيه ولا حاجة لعب فقد الزاكرة بالمناسبة كان مرة كرة مشتركة للشناوي هو في الزمالك فاكر اللعب اليوبرد الكنغولي ده جاله شلل رباعي في ارتطام مماثل انبارح جيرالدو فضل فقد الزاكرة لفترة طويلة لا ربنا ستر عليه طبعا فأنتم تخيلين أن الكرة ديت ما فيهاش كارتة أصفر البهوات اللي طول الليل مبارع عملين يتكلموا أصلا الأهل بيكسب من الحكام المصريين طب الأهل ليه ما بيطلبشوا حكام أجانب طب اش معنى الأهل اللي ما بيطلبشوا حكام أجانب أوه ما بيكسبش من الحكام الأجانب مع أننا احنا استعراضنا ده الأسبوع اللي فيه يا عمي يا عمي يا عمي والله يصدقني الناس دي عايشين حالة مكايدة مع الجماهير عشان تقلبها على الأهل فقط الناس دي بتغيز الجماهير مش لا بتحلل ولا بتنقض ده اللي بيعملوه جريمة لن يدركوها إلا بعد ما يبعدوا عن المشهد وكلنا إلى زوال هيجي ناس تقيم المرحلة دي وحشوف كان بتعمل إيه في الأهل وجماهيره يعني غير معقول مبارح المدرب بتاع بتاع الطلاق أنا مندهش جدا منه وليهم إرادة تانية وعادين يمشوا النتائج في حتة تانية زي ما يكون مظلوم وهو كان عنده حالتين طرد كان لازم يتمه فيه ضربة جزاء أنا باستغرب الكابتن عشور شاف فيها إيه برا الاتنين اللعيبة والكورة بتاعت رمضان صبحي أي ما خرجوش برا الخط ما خرجتش الكورة برا للتمنتاشر ولا بجزء من جسمه إنما حالات طرد مبكرة يعني الإنذار المجاملة اللي خده هو عمل إيه ده تصرب بحكمة فائقة صالح جمعة إنه بقى يبعد عن الحدث عشان عارف إنه هو جاي يستدرجه المشكلة ورغم كده راح خد إنذار في إيه؟ عمل إيه؟ هلنقش ده كله هلنقش ده كله بالتفصيل لكنه زي ما بقول لكم الآلي ما بيطلبش حكام لأنه الآلي حتى لما طلب حكام أجانب راحوا جابوله حكام أجانب من الدور السعودي بفلوسه طب الآلي يعمل إيه؟ طلب حكام في المستوى الأعلى ما جابهوش ولما طالب جابوله السنة فاتت لما طالب جابوله لما جاء قبله ماتش الزمالك اللي هم قالوا عشان مالوش تأثيري على الدورة طب ما كان طالب حكام أجانب النهاردة الفريق تمرن استعدادا لمباراة النجوم مباراة النجوم بالمناسبة يوم الحد تم تقديمها للساعة 7 مساء حتى تتمكن الجماهير من متابعة مباراة الزمالك والنجم الساحلي اللي هتكون في سوسا في إياب دور نصف النهائي للكونفدرالية الآلي تمرن النهاردة في ملعبه في التيتش شارك فيه كل اللعيبة اللعيبة اللي ما شاركتش في مباراة طلاع الجيش عملت تدريبات خاصة وجادة وبقيت اللعبين قدوا تدريبات استشفائية مرون محسن مهاجم الفريق اللي كان غاب عن المباراة اللي فاتت والكابتن سادعب حفيز أوضح انه السبب إصابة خفيفة اللي رشح في الرجبة بسيط بيتعالج منه أدى تدريبات مرون في الجيم والطبيب الأهلي زي ما قلت لكم الدكتور خالد محمود تطمن على جيرالد وفض المتابع ليه وتعاملت الأشعة وقتها اللي اطمنانا على حالته وأكد الجهاز الطبي ان حالته الحمد لله بدأت تستعيد عفيتها شوية بشوية ويقدر بكرا ان شاء الله الجهاز يقف على إمكانية مشاركته في التمرين عمر جمال وأحمد علالة اتنين عملوا تدريبات تأهلية أيضا لتجهزهم للمرحلة الجاية بعد الشفاء لكن كل ده بيحصل من ضجة ودوشة وهيسة وزيطة واتهامات والأهل يعمل يعمل في صمت ويعمل بعيدا عن كل هذا الصخب وبينفذ برنامج مجلس الإدارة اللي مجموعة الكابتن محمود الخطيب وعدت به في برنامجها في خلال الانتخابات لخدمة أعضاء النادي كلهم في فكرته وفي مكانه مبارح لالي وقع عقده مهم جدا في هدية صيفية معتبرة لأعضاء النادي في مصيف مارينة تعاقد النادي الأهلي على مصيف خاص في فوندق فينيسيا العالمين ده الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وقعه مع الوزير السابق وزير السياحة السابق السيد هشام زعزوع هو رئيس شركة التعمير والتنمية وحضر مراسم التكريم أو التوقيع أيضا لأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي اللي مجلس الإدارة فواضه بإنجاز هذا الملف وحضر أيضا العميد محمد بن مرجان المدير التنفيذي ومن جانب شركة مارينة كان الأستاذ عمر باسم نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والتنمية والأستاذ أحمد فاهم المستشار القانوني للشركة ده في إطار برنامج عائلة الأهلي وتقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي أنت في الساحل الشمالي دلوقتي عندك مصيف مطروح مصيف مطروح التقليدي اللي له ناس وله زباين وده ما يردوش بأي حاجة بديلة وطبعا عندك مصيف مارينة في العالمين وخطو بإذن الله لو نجحت حتستمر لأن العالمين حيتحول إلى مصيف عالمي منطقة كمان ده مراسم التوقيع المصيف غرب فندقية خمس نجوم خدمات خاصة جدا شاطئ خاص بأعضاء النادي مجانا الشاطئ دخوله مجانا للأعضاء خدمات فندقية عالية بالإضافة إلى الخدمات الكاملة داخل الفندق الشاطئ الخاصة دي عشان الناس تبقى فهمة دي شاطئ ليه إدارة لأن بتذاكرة وتذاكرة غالية فهي حتبقى للأعضاء مجانا لكن لو عادوا عايز يجيب مرافقين لازم حيدفع عافيز يعني لأن هي بتبقى بتاخد خدمة خاصة البلاجات دي بتبقى مزروعة بتبقى وبيبقى لبرامج ترفيهية يعني ليها نظام معين يعني دي يمكن لقطات من هذا المنتجع الأهلاوي الجديد بقى مصيف مريرة لأعضاء الأهلي في هذا الفندق إضافة كبيرة جدا للأعضاء لأنه الزحام فعلا كان على مرسى مطروح كبير جدا منتجع مطروح بيحصل ضغط كبير قوي للحجز فيه بيستوعب كل الموسم بالكامل فمع الكثافة الكبيرة في عضويات النادي وأيضا الرغبة في أنك أنت يكون لك بدائل أنا عارف أنه كمان مجلس الإدارة بيفكر في مفاجآت أخرى كبيرة على نفس النسق ربما في أماكن أخرى علشان يقدم الأهلي لعضو النادي أفضل خدمة ممكنة شايفين دا استعراض صور من داخل الفندق فندق فينيسيا العالمين أو معسكر الأهلي دلوقتي في مارينة بالمسمى الجديد بتاعه لعادة مستمر الخمس سنوات قابلة للتجديد والاستمرار وأيضا بمزايا كبيرة لأعضاء النادي الآلي وقت ما هيتم الانتهاء من ترتيبات الحجز كله هيعلن عنها للأعضاء وهيتم الحجز بالأرعة الأعضاء اللي راغب فيه الحجز بتشترك أو بتقدم حسب ما هيعلن في النادي وبتجرأ أرعة بين كل المتقدمين عشان يتم ترتيب الأفواج تباعا بخبرات السنين المتقل يعني من مارسة مطروح يعني بإذن الله يوفق النادي الآلي في أنه يشوف طقم الإدارة اللي هيكون مسؤول والنادي غني بأبنائه حيلاقي حاجات بين الأعضاء يعني يقدروا يقدموا الخدمة في أجمل صورها لأعضاء النادي بإذن الله طيب زي النهاردة ولكن في 1936 ولد من وصف بأنه من أفضل من لعب الكرة في تاريخ الكرة المصرية الكابتن رفعة الفناجيلي عليه رحمة الله رفعة الفناجيلي واحد يمكن أنا بقول لك ووصف لأنه أنا سمعتها من الكابتن صالح ولكابتن طاري عليه ورحمة الله مين أحسن لعب شفتوه يقولك رفعة الفناجيلي كابتن عدلي يمكن وإحنا داخلين بيقولي أنا سمعتها من الكابتن صالح كتير وطبعا استمتعت دي رقطات من أداء رفعة الفناجيلي واحد من أساطير الكرة اللي فعلا ما يتكررهش كتير يعني هو كابتن صالح يعني كنا بنا تناقش من الأفضل في صناعة الألعاب أنا يعني طبعا متحيز للكابتن صالح متحيز له عن مستوى العالمي يعني أنا يعني كبليميكر الحقيقة ما شفتش أحسن بالكابتن صالح كتير يعني لكن هو كان له رأي تاني لا لا أسيبك مني اللي أحسن مني عشر مرات رفعة الفناجيلي وكان بيقول لي لولا أن رفعة الفناجيلي مسيطرة عليها واجس معينة ثقافة العامة يعني أنه كن هو عنده قناعة أنه مثلا هو حيلعب ألف ساعة فما يخلصهمش في خمس سنين يخلصهم في عشر سنين أنه ينظم مجهوده بين المباريات فبيقول لي لولا وكان مؤمن جدا بالنظرية دي يقول لي مستره أنت حر عايز تبطى البدر أنت حر يقول له يا رفعة لا ده المسألة ليه علاقة بالتدريب والليقى البدنية طول ما انت فت تدعب زي ما انت عايز يقول له لا 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 أنا يعني كل واحد لود يعني ما يدوس أوف ماتش يريح شوية بعد كده إنما رفعة طبعا القصة الشهيرة يوم يوم الكابتن الوحش نزل الكابتن رفعة ومعاش ثلاثي الأشبال السايس وريع وعيل ومطر قدام الزمالك ريع وانا عرفه لأنه كان معاي بكلية الزراعة يعني كان دفعة وزميل يعني فحكالي هو اللي حكالي قال لي جابنا شوفوا بقى حتبقوا نجوم النهاردة بشرط قديك الكورة ترجع هالي بس اسمع الكلمة اللي بقولها لك قديك ادعني وجري ومالكش دعوة الحقيقة الثلاثي عمل ماتش رائع حتى الكابتن السايس جاب جن أتذكر مش عارف عليه مطر جاب جن لكن السايس جاب جن مؤكد وعملنا ماتش رائع جدا كان بيتحكم في إيقاع المباراة ومن قصصه الشهيرة جدا إنه كان يراهن الأعضاء حجيب تجوني ازاي أع اا الأسم الشريعي وأو أنهم الشريعي ووهم من العائلات العريقة يعني في النادي الإقلي الشرايع وال وفاهمي وتيتشي يعني من العائلات فقبل الماتش قال له رفعت عزين الماتش قال له جون في الماتش اللي جاي مع الزمالك قال له هجيبها لك على شمال قلدو تدفع كاملة وقال له شمال قلدو قال له اه انجيبتها على يمين وما تدينيش وراهنه كده واللقطة انا متذكرة هو جات له فتريس لحظة كده وعادلة وراح لعبة فعلا على شمال قلدو جات جون فهو الى هذه الدرجة كان بيتحكم في قراراته هو يعني بينزل الملعب عارف واخد شوية قرارات كده هجيب جون هجيب اتنين مش بالطريقة دي او ما كانت في شعات غلب يعني لكن هجيبه ازاي ما كانش عنده منع راعب فرصتين عشان يجيبه جون زي ما وصفه رفعت الفناجيلي من الحاجات الجبارة يعني ومن اهم ماتشاته الدولية كنا باللعب ليبيا وحطوا فيه لجولين الترهوني والعلي البسكي اتنين لعيبة كانوا جامدين قوي وده راح جايب جولين في اخر وقت المباركة سمنى الثلاثة اتنين بعد الناس كلها ما سلمت ان لأ ليبيا خلاص كزمة الماتش كان كان لعيب فز فز ومرة كان فيه لعيب اسمه عاوني علي كان بسموه بليه افريقيا في غانا واحنا بلعبهم في التيتش اول مرة بقى يتقلل رفعت الفناجيلي منتو من مع الراجل ده اه هو مالوش دعوه هو صانع لعب اه قال له مش حيلمسه لغاه 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 لا كان قادر جدا بامكانيات هاي لجدا ومشتو الله عليه اه اه كابتن رفعت الفناجيلي ولد في واحد مايو ستة وثلاثين في ضميات اه بدأ رفعت الفناجيلي ومشوره مع الكورة في نادي السويس انتقل للنادي الاهلي موسم تلاتة وخمسين اربعة وخمسين اكتشفوا كشاف الاهلي الشهير كابتن عب منع من البقاء الله ارحمه كان عمر الفناجيلي وقتها ستتاشر سنة فاز مع الاهلي بسبع بطولات دوري وستة كاس مصر يعني خد تلاتاشر بطولة مع الاهلي كان له مكانة كبيرة جدا في فرقة الاهلي لعب للمنتخب الاول من خمسة وخمسين لسبعة وستين لعب مع نجوم بقى العصر الكبير حمزة عبد المولى ورافة تعطية وسامير قطبو وغيرهم وحقه في الفترة دي لقى بكاس الامم الافريقية مرتين سبعة وخمسين وتسعة وخمسين سجل مع الاهلي رفعت الفناجيلي خمسة وتلاتين جون وسجل في الدوري منهم تلاتة وتلاتين جون منهم هدف بفنلة اتحاد السويس رفعت الفناجيلي بيعتبر احد هداف مباريات القمة في تاريخها سجل ستة اهداف اشهر هدفه الشهير في شباك قلدو اللي المهانس عادت تكلم عليها كان من مسافة كبيرة جدا وفي زاوية ديئة راهن عليها قبل المباراة توفي كابت الرفعت الفناجيلي في تلاتة وعشر يونيو الفين واربعة عن عمر نهز للتمانية وستين عاما الفناجيلي له قصص كتيرة يعني كان زمان موضوع الانتقالات موسم الانتقالات في الصيف الاندية بتسعة مش زي دلوقتي فيه عقود وفيه كده لا لما بيتفتح موسم الانتقالات اللي عايز روحيته يروحها فيه حرية حركة شوية فعبود باشا رئيس النادي القالي عامده عزبته في ارمانت في انا حد بياخد اللعيبة اللي ممكن الناس تضغط عليها ولا تغريها ولا غيره يعودوا الاسبوعين بتوع الانتقالات في عزبته في ارمانت كم من ضمنهم الكابت الرفعت الفناجيلي سمعت له وهو بيحكي قبل كده في احدى القنوات قال لباشواندس انا اديقتي جدا فسألت واحد من صحابه واحنا جايبين هنا ليه قال له ده انت بالذات بتسألش سواء اه انت بالذات ازا مالك ممكن يضغط عليك واخد بالك والناس لانه رفعت الفناجيلي فقال لك احنا ايه في حت انا منيش عارف واحنا كده الاثورة اللي كل يوم بتعدي دي طب دي راحة فين فحكي القصة بعفويته الطيبة قال لك انا قعدت رائب الاثورة اللي بتعدي وابص في الساعة الاطر بيقف عادي يخلع في البورس الاطر بيقف في ارمانت دي الساعة كاية فقالقيه النهاردة وقف الساعة سبعة بكرة ادور على الساعة سبعة دي قالقاه برضو وقف قالك ممكن يفرق عشر دقايق خمس دقايق ربع ساعة بس في التوقيت ده فيه قطر بيعدي في المنطقة دي فهو فكر في فكرة تانية خالص قالك لغاية لما زبطت موعيدي ان هما نايمين وفيه قطر بيقف في التوقيت ده ما هيعده سبعين قالك بعد تلات اربعة ايام الفكرة شعشعت في نفوخي انا لازم نرجع رأس البر طب هيرجع رأس البر للضمياط ازاي عايز اروح الاهلي عشان اثبت حاجة طيب فضل لي زبط مع معويد القطورة لغاية لما حدد معاد قطر قالك وروحت رايح ركبت القطر قالك لقيتهم قبل مش مبحر القطر وده اصوان قالك فعمال اسأل انا فين احنا وصلنا فين لقيت نفسي القطر خدني وراح اصوان نزل هناك ركب القطر العكسي اللي راجع كان الخبر انتشر في ارمانت استنوه في ارمانت استنوه في ارمانت قالك را تدخل الحمام دخل دور تجمع بتاعت القطر وقال لواحد برا للكمسار لو سألوك قلهم جوا في واحدة ستة وقالك ما هم هيدوروا القطر كله فمش هيلقوني هيدوروا في الحمامات فقالك انا رحتانا في الحمام بتاع القطر قلت له قول ده في واحدة ستة جوا قالك فوجوم سألو حد الشافر رفعت الفناجيلي مش عارف ايه ده اللي جوا واحدة ستة فمشوا الناس اللي جاييني دوروا عليه مشوا رجع القاهرة قالك اول منزلته رح تطالع على النادي الاهلي روحت النادي الاهلي ولا تقولهم بصوا انتوا مودينا ارمانت عشان امشي بالاهلي انا مجنون امشي بالاهلي انا مش محتاج لا اروح ارمانت ولا اروح اي حتة انا جيت اقول لك انا موجود اهو وراجع ارمانت واطلع على راس البر وقال حتة حلو قوي قالك محدش يبقى عنده الجمهور ده ويروح حتة تانية اه 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 لا كان زكي قالك محدش يبقى عنده جمهور الاهلي ده ويروح ايه مكان تاني قالك دينه حرة طليق ومش رايح حتة وكان صاحب يعني تجديدات صاروخية رجلو كتقيلة جدا دعيب خط وسط زكتان ما بيقول يعني النهاردة رفعة الفناجيلي ده لو موجود طبعا كان دوخ مصر كلها لا ده قصة تانية لا مفيش لعب الشكل ده لو موجود من دول ياه رحمة الله على كابت الرفعة الفناجيلي وعلى كل النجوم اللي اسروا الملاعب طويلا بعد الفاصل هنشوف كيف استطلع الاهلي هلال الدوري وماذا ينتظره في ملامسة النجوم موسيقى 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 الاهلي كيان الاهلي رمز الاهلي عظيمة الاهلي إصرار الاهلي دايما بيضعب حتى الثانية الأخيرة الهي الأولى من الواتف المهدد باد اللهが every ball كمير كامورا في الابتل أظل تفرق بول جول بول جول وردي بول والهدف الله 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 عليك يا مدريكا تنبست السعداء أخدامت فيها هدف قاتل 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 بمهارة الهدفين بروعة المبدعين مش معقولين بالمرة بدقيك أنا بعض طريق أهلا بحضراتكم من جديد تتواصل مسيرة البطولات والإنجازات يمكن النهاردة كمان بنات تنس الطاولة في الأهلي هزمنا الزمالك 3-0 وأحرزنا بطولة الدوري علشان يكملوا سلسلة إنجازات كبيرة وكتيرة هتتفرجوا عليها النهاردة عشان تتأكدوا من حقيقة ما يتم إنجازه من أجل الأهلي فكورة القدم الأهلي بكل التركيز بيواصل مسيرته الأهلي اللي الناس كانت بتتكلم إلحق ده في المنطقة الدافية إلحق ده بقى الخمستاشر إلحق ما عرفش إيه قدر بكل التركيز وبكل الاحترافية وبكل الانضباط يواصل مسيرته بجهد خالص جداً من لعبته ومن جهازه الفني تحمل كل الضغوط واجه أصعب ظروف ممكن يمر بها فريق ما فيش لعيب في الأهل ما تعورش النهاردة الفرق المنافسة بيتعور منها لعب الناس بتلتمس لها العزر ما فيش لعيب في الأهل السندي ما أصيبش من حجم المباريات ومن ضغط المباريات اللي الأهلي وصل لمستوى أن يكون أكثر أنديت العالم دلوقتي مشاركة في المباريات هذا الموسم لعب 51 مباراة كده في موسم واحد كانت شيلسي 51 هو بيسويه فأنتم تخيلين حجم الضغوطات الكبيرة وحجم المباريات المضغوطة في توئدات زمنية في ملاعب أنتوا عارفين حالتها في رحلات طويلة لأفريقيا ومع هذا قدر هذا الفريق بكل التركيز وبكل الانضباط وبكل الاحترافية يواصل مسيرته تباعاً إلى أن وصل أنه يبقى على رأس جدول الدوري عنده مشوار كبير آه عنده مشوار كبير عنده تحدي صعب محتاج أنه يفضل على نفس النسب من الانضباط من الالتزام من الهدوء من التركيز ويأخذ الدعم من جمهوره مفيش جدال العودة بتاعت النادي الأهلي إلى المنافسة على بطولة الدوري ويتصدر المشهد مفيش شك أن دي بتدعم شخصية النادي الأهلي وتدعم ثقة المسؤولين وهم يتحدثون أن الدوري في الملعب مكانة الصعوبات والمفاجآت السلبية اللي فاتت على الفريق لكن في نفس الوقت لازم نتعلم من الدروس يا جماعة الموضوع صعب وصعب جدا طبعا وشروطه قاسية جدا أي يعني عندما نتحدث أن لو الأهلي كسب كل متشاطه يأخذ الدوري هذا المعيار النظري بالحساب النظري لكن على أرض الواقع عملية صعبة جدا ممكنة أو ممكنة لأنه كسب تسعة متشاطه ربعة لكن عملية محتاجة حاجات كتير أيوة محتاجة الفرقة نفسته بقى مصدقة حلمها وبتسعاله وده أنا شايفه بدأ يعني المشهد بتاع الجون بتاع أذاره وهو يحتفل مع رمضان لا مشهد في حماس وفي فرحة حقيقية من جوه يعني الرعونة وتضيع الأهداف وقام زعلان إحنا زعلان لأنه نوعود على عصابنا أي ما إحنا ش حمل إنه يضيع ضرب الجزاء ولا حمل فرص يضيع بالسهولة دي لكن ده له معنى ثاني الجون ده بيترجم حاجة إنه عندك أسرع لعيبة في الدوري إذا كان جيرالدو ولا أذاره لتنين حاجة جري شوف 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 جيرالدو شوف جيرالدو ورع عملها لأذاره وهو بيجري حاسس بيه شايفه الجريمة طبعاً اللي عملها الحارس الحارس هو ما يعني أنا ما أتصورش إنه يقصد يعني يقزي لكن لعب بتهور أيوة بتهور حاسب على الإهمال والتهور لو على النواية أنا مش هحكم لكن أنت القانون بيقول لك إيه في دي إطرد لأنه هو كانت والراجل عنده نتجاج في الموقع وفقد الزكارة أيوة طب إيه المطلوب منه يموت يعني 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 هو القانون تحط عشان يحمل لعيبة مش مش يتحط عشان يبقى فيه انتقائية بدم جبت جون خلاص عديها بقى ماينفعش يعني الحقيقة شوف أنا حقول لك حاجة من الناس اللي أنا مدرك إنه عندهم كفاءة عالية جدا ويستطيع أن يكون حكم في منطقة تانية هو اللي بيظلم نفسه محمود عشور متشخصاً شوية في الملعب أحداث الملعب بتشده بتخليه يشتغل إنه هو إيه دي تعدي دي ما تعديش ضربة الجزاء اللي كانت لينا حتجيبها ضروري لإني لازم نوقف عنده كتير ونسأله ياريت يطلع يقول أي حاجة أنا بس كل عايزة نبه إليه يا جماعة إحنا جمهور أهلي طبعاً عندنا ثقة في فريقنا عندنا آمل كبير جدا أهي مش معقولة دي إيه يتحسبت بر يعني لما حسباش حنقول ما شفاش أهي فين اللي بره اللي اتنين اللي عيبة بالكورة موجودين جوا إيه دي بقى شفها إزاي بره زوية الرؤية تعال نشوفه كان فيه لأ آه يعني التقديرية لك تحسبها أو ما تحسبهاش حسبتها يا باب نتكلم في الجغرافيا بقى بره ولا جوا اللي هي يمكن إثبتها ولا يمكن ولا يمكن تجاهولها كل عناصر اللاعبة دي موجودة في جوه 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 بنص يارضة آه كل العناصر الاتنين اللي عيبة والكورة مفيش حد منه خرج غير بعد الدفعة خد بالك دي في الدقيقة حاجة وعشرين في الشيط الأول يعني انت بتكلم بدر شوية كان ريح الجملي الأهلي انت فضلت مشدود ومتوتر وفرص مديه وبرضو لغاية نهاية الشور يعني دي فيه فيه عرقالة بالخدم فيها دفع وشاد طيب ايه تاني بقى ايه المطلوب هنفضل في المصرع الحرة دي كتير ومتحسب لناش دربات جزاء برضو زي بتاعة توليد عزارو قبل كده آه يعني مش معقولة يعني يعني انت حسبت دربتين جزاء في الماتش ده مش بالوضوح ده طيب هذا الاسبوع الاسبوع واحد وثلاثين الاهلي لما اه ما كملتش أنا بس اتفاضل براي اقول علي ان انا رجل بتحفز قوي رجل بقلق شوية اه لا مطلوب مطلوب انك انت تبقى كمان مش بصص بس ان ايه الصورة الوردية حطوا كل الاحتمالات قدامك لا قدر الله ايوا لكن كل المطلوب ان يأخذ بالاسباب انا لما بقول على الاهلي ان يأخذ بالاسباب بالزبط اعني ما اقول اعمل يا اخي انت وهو اللي عليك وربنا وفقكو باذن الله ايوا فاذا لم يحدث ما تديش فرصة لحد ينتقدك انك انت اهملت انك انت اهضرت انك انت ما ركستش انك اللي قدر الله ما اهتمتش لا اعمل عليه كل العناصر اللي في النادي الاهلي تعمل عليها كلها ولا استثني الجمهور لان الجمهور دوره رائع وهم جدا في الفترة فيها دي ايوا محتاجينه قوي قوي محتاجينه داعم مش ناقد بقى كلنا عارفنا العيو خلاص لا ناقد ولا ناقم ولا لا ناقم ليه ها لا ناقم ليه يعني لا ناقم لا خالص فريبي يكسب لا اللعب الفلاني لا المدرب العلاني ناقم دي غلط لكن ناقد يا سيدي مقبولة بس في الحدود ان دا وجهة نظرك رأيك ما انت في الاخر لا انت ولا انا ولا كلنا بنتكلم في قراءنا وعلى رأيك حاجة واحدة بس عجبتني منك لما بتقول احسن سباح في العالم واللي عارف على الشط طبعا حقيقي احنا كلنا بنقول كان مفروض كان لازم يحصل وقت حتى في سيديوهات التحليل لا ينجو سيديو من هذا العوم على الشط لا انت عايش مع الفرقة ولا شاف ظروف التغيير ايه ولا عارف الراجل كان عايز ايه ملقهوش ورغم كده من حقك تقول ما الا يعني البرامج دي حد لا انت تقال فيها كلام وكلام فني وكل حاجة مصدقينه بس مش معنى كده ان اللي في الملعب ده بتصرف غلط هو قادر الناس بفرقته بلعبته بظروف لعبته بحالة اللعب الفنية فخلينا ناخدها من المنظورة انك انت زي ما قلتلك قبل كده ودي جون برضو عالي نفس برجل الشمال بنفس الفكر دي اسهل شواء من جون اللي جاء بتاع ماتش من الطلاق الكرة دي اسهل لان جاي مقابلها عند فرصة هو جاي يقراها وبيقابلها وقارب سنة لا كمان الكرة لما بتقابلك بتحط فيها وش رجلة غير لا بتمشي بالعرض بتمشي العرض بيبقى خطورة انها تعلق اكتر بكتير اي لكن يعني هو ربنا اكرمه والحقيقة لانه ما كانش هيسامح ده كمان في اه كان يقعلي عاتب نفسه بقى على ضربة الجزاء اللي راحت والكلام ده اه وبرضو نفس الشيء هذا الصاروخ اللي مش واخد حقه السريع جدا الصاروخ الانجولي اه هو شجاع وسريع و و و متعاون مع زميله جدا جدا يعني يعني هذا معلول بيخلص مطشين مهمين الاتحاد والطلاع في توقية قتلة مالية 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 وبيخلصها نتيجة لعب جماعي يعني طب قول لي انت تملي يعني بص بقى بص بقى يعني لما يكون دي مش صدفة لما يكون انا بسيب مكاني عشان نروح مرة نحن تليمين اعرصنا على لعب او في قلب الملعب ده راجل واعي واعي لما يفعله لعب بص رح لعب هالو راحت يعني وكانها لعبه منطفق عليها يعني ام ف انا عجبني الكلام ده يعني التفاصيل دي اللي بتقولوك جماعة ان فيه شيء بتعمل في الملعب ايوه فيه شيء بتعمل في الملعب مش اعتباطا الحرية اللي واخدها علي معلول دي مش من دماغه ايوه لازم المداربين مفاهمينه بيتحرك ان بتيجي في اللحظات الحرجة عايزين نستفيد من ميزاتك في الحتة دي مش مش كفاء الوفرات عمر السلية واحد من اللعبة يعني مهارة التصويب عندهم عالية برضو ماستفيدش منه فترات كتيرة في دي ايوه لا هو 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 شوف ظروف المباراة احنا عشان عندنا الاطراف كويسة بيبقى معظم لعبنا على الكرات العرضية وعندك ناس بالهدز كويسة مروان محسن صلاح محسن طبعا وليد ازارو فانت معظم اللعب بيروح في انك تمرة مرة وتلعب بالعرض لكن لما في الاوقات الحارجة بقى بتبقى محتاج انك انت تاخد الرزق انك تجرب مهارات اخرى ها التصويب من خارج المنطقة دي مهارات غير مؤكدة بس موجود عندك عندك ناس رجلات قيلة تتواجدوا بقى في الحتة دي وليد سليمان رجله كويسة عودته كمان وعودته في توقيت يا ربي كمل يعني ما ننساش يا جماعة ان وليد سليمان كان احسن لاعب في مصر قبل الاصابة بالضبط انت بتفقد احسن لاعب في مصر اي فنتمنى يعني الناس اللي بتنتغط تنتغط في جيرالدو المزاد دي انك انا اقدر اسبق اللاعب واقدر افكر واقدر العبها دي مطلوبة دي اللاعبة اللي بتحدث الفارق استاذ برايب مش جماليات اللاعب هي اللي بتعمل الفارق اي الفارق السرعات والقوة والفكر والقرار القرار محمد صلاح تلت تربع تفوقه ومهاراته قراره صحية مش مهاراته الابداعية وجمال الاداء هو مش ميسي ولا بوتريك هو اقرب نموذج مع الفارق طبعا في الباور البدني والكريسيان والرونالدو ولو ان الرونالدو عنده برضو جماليات لكن هو ده لعيب عبقاري في قراره بيعرف ياخد القرار بيعرف يلعب وينفذها كما يريد محمد صلاح طيب هذا الاسبوع مش هاي تتكلم على حسين الشحات طبعا واحدة من افضل مبارياته اي ويجب على هذا اللاعب انه يفهم انه يلعب كويس ومش مطلوب منه انه يكون ابو تريك مش مطلوب منك وانسى خالص خالص الجمهور مستني منك ايه انت تظلن في المبالغ اللي انا كنت حاسس من اول يوم انها تبقى عبقى عليه انساها انت جيت لانك لعيب حابب الاهلي وعندك القدرة وانت أثبت وجودك انت مش جاية تثبت حاجة انت جاي بقى تنساجم العب ابدع متع نفسك واخد خراراتك يعني محاولاته عجون مش كتيرة مع انه واحد من الرجليها تقيلة ومضبوطة ما تبقىش حريسة وتلعب كل حاجة صح السقة وليلة عايز يلعب صح مش عايز يغلط دلوقتي ما 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 تفكرش الناس ثقتها فيك عالية جدا واول الناس الجماهير ما تديش ودنك قوي وياريت ما تقرش السوشال ميديا شوية مهو صعبة انا بقول كده وهي نصيحة لان طبعا لقراء كتير وفيها قراء كتير يعني راحة في سكة معينة ناس عايزة تكسر مش كله حسن النية اي ولادنا بيبقوا فيهم حسن النية وبيكلموا ببراءة ونقاء متدايق اما هنا مقدر اصفاكت التليفون ده عادة هو في ايدك بتتفرج على الماتش في لحظة ضيق بتكتب اللي انت حاسس به في اللحظة دي بتفرغ فانت بتصدر بتصدر الغضب في توقيت ده وستنيت نص ساعة مش هتقول نفس الكلام لان انا بشوف ناس بترجع تاني تلطف من حدة القراء التليفون ده صعب قوي قوي ده حسن الشحات اللي عامل الكرة ده اه طيب شوف بقى ضرب الجزاء اللي يجب منها ضربة الجزاء على فكرة على فكرة كان فيه انظار تاني وطارد اللعبة دي اه انتو مخدش حاجة مستخدمش الانظار كم طارد دلوقتي في الملعب اللي المدرب عمال يقول لك وهو عشور ما حسبش البنالت ده اللي حسبها الحاكم الخامس ايوه جايله من برأ جايله من هي ما طبعا بص 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 كله بصرعة ها حضن اللعيبة طيب الاسبوع ده الاسبوع واحد وثلاثين حرص الحدود فاز على الاسماعيل واحد صفر اسموها تعادل مع جونة صفر صفر الاتحاد فاز على النجوم اتنين واحد والمصر تعادل مع وادي دجلة صفر صفر المقصة تعادل مع بيرامدز واحد واحد الماولين اهو تعادل مع الداخلية اتنين اتنين والاهلي فاز على طريع جيش اتنين واحد وامبي النهاردة فاز على بيت روجيت اتنين واحد بهدف غالي جداً ليه عن طريق مدافعه رامي صبري ايه المطشات اللي بقى يا لله طب مطشين ورا بعد اهو لا ده حيغيروا من الامور كثيرة لكنه قبل ما نشوف جدول الترتيب او نخط جدول للترتيب دلوقتي الشوارب علشان يبان الترتيب دلوقتي ايه لكنه ترتيب فيه بعض الملاحظات زمالك لسه لقال لعب مطش الامبارح والزمالك مطش وتأجل برامز سابق الاهل والزمالك او سابق كل فرق منهم بمباراتين الاهل ازا ما انتوا شايفين هو برامز 64 نقطة لكن الاهل 64 نقطة من 28 مباراة برامز 64 من 30 مباراة الزمالك لعب 27 مباراة يعني اقل مطش من الاهل وعنده 60 نقطة ده فيما يخص الصراع المقدمة اللي بنسبة كبيرة او نسبة مؤكدة بقت دي الثلاث مراكز يعني برامز على الاقل باعتبر ان هو اللي لعب مطشات اكتر المصري مش هيقدر ياخذ المركز الثالث من اي من فرق الثلاث لان المصري عنده 47 نقطة اعلى رصيد ممكن يوصل له مش هيصل الى رصيد ال64 نقطة الحالية الاهل بقيلوا النجوم ثم سموحة وامبي والاسماعيلي وسموحة والمقولين والزمالك النجوم وسموحة وامبي والاسماعيلي والمقولين والزمالك الزمالك بقيل والاسماعيلي دور تاني بقى هو لعب المصري لعب 30 مباراة عدد ماتشات كم؟ 37 37 34 فاضل 4 ماتشات ب12 بون 12 نقط دوله 59 لا دوله 59 الزبالك 60 خلاص مش هجيب حد فبالتالي عشان كده الحكاية دي تحلى مشكلة لاتحاد الكرة نسبيا وانا هقول لكم ليه التوقيتات للاتحاد المصري المفروض يختر الاتحاد الافريقي بالاندية المصرية اللي هتشارك في البطولتين الافريقيتين السنة الجاية عمل لنا قزمة كبيرة جدا وتوقيت كاس الأمم أيضا هيوقف الدور الفترة دي كلها النهاردة كنت بسأل الحاج عامل حسين رئيس لجلة المسابقات انتوا نوين على ايه المتصور انه لو الزمالك وفق في انه يتأهل يوم الحد للدور النهائي للكونفدرالية حيتم تأجير ربما اسبوعين اتنين من الدوري لما بعد كاس الأمم الافريقية لما بعد كاس الأمم الافريقية يبقى تفضل المسألة مؤجلة ممكن نظريا أو ممكن عمليا المنافسة تتحسم بس مش هتتحسم بيبقى فيه فرق ست نقاط يعني هيبقى متبقي اسبوعين فحيؤجل حسم الدوري لما بعد كاس الأمم فيما لو وفق الزمالك في التأهل لو لم يوفق الزمالك في التأهل اتحاد الكرة هيحسم الدوري او هيخلص الدوري قبل التوقف بتاع كاس الأمم الافريقية هي خطورة بقى أستاذ إبراهيل فهيدغط الفترة الجاية بشكل كبير عشان يقدر ينجز قبل كاس الأمم خطورة إن كده تأجل لبعد الأمم الافريقية إن موازين القوى بكل الحسابات هتتغير على الثلاث فرق أو بيسرعوا من أجل الهبوط من أجل البقاء واللي بيسرعوا من أجل القمة النهاردة الزمالك إحنا عمليين نتكلم وانت متصور إن الزمالك بعيد الزمالك لسالو ماتش ها أهلم الأهلي أهلم الأهلي وإطارك ماتشار بتارك ماتشار لا الزمالك موجود وبحظوص كبيرة جدا بص الأهلي والزمالك أي منهم اللي يكسب فيهم كل مبارياته ياخد النقاط الكاملة منه وياخد الدوري بدون النظر للطرف الآخر هما الاتنين يعني الزمالك الأهلي عنده سن التفاوغ بسيط إيه إنه ممكن الأهلي فضله ست ممكن يكسب خمس ماتشار ويتعادل مع الزمالك ياخد الدوري ويتعادل مع زمالك خلا هيبقى عنده فرصتين عزمالك فرصة أيوة ودمالك دي مش ميزة لإن اللي بيبقى عنده فرصة وحيدة يمكن بيبقى حوافز لكن أنا بقولك الدنيا مش هتوصل لكده يعني الدنيا مش هتوصل إن حد هيكسب كل ما تشط اللي جاء كورة فيها كل حاجة يعني يا سيد إبراهيم أنا بتفرج على الفرق التي تصارع من أجل البقاء فرق بتلعب كورة عالية جدا جدا وديك شايف النتائج عايز أقولك على حاجة برد يعني عشان الناس غفلها في الفرق اللي بتصارع من أجل البقاء القرعة ممكن تقعد حد في الدوري وممكن تحدد بطل الدوري القرعة لأنه السنة دي ما فيش حاجة اسمها مباراة فاصلة لا في البقاء ولا في التتويق ضيق الوقت الناس مش لقيا يومين تعمل فيهم حاجة الدوري لو الزمالك لم يوفق في الاستمرار في الكونفدرالية هيخلص قبل 2-6 إحنا النهاردة 2 مايو يعني في خلال شهر واحد فقط في خلال الأربع أسابيع دول اتحاده الكرة هيكون عازم على ضغط الجدول الست مباريات اللي بقية لكل نادي كأعلى ترتيب أو اللي بقيله مرشات أكتر إذا كان الأهل أو الزمالك يخلصوا في خلال شهر واحد في 30 يوم يتم منجزة طيب ده هيضر جدا الفرق الصغيرة أو الفرق اللي عندها صعوبات كبيرة جدا وبتكافح من أجل البقاء لأنها تلعب بشكل مضغوط هنا باشماندس ديق الوقت خلى لجنة المسابقات تلغي المباريات الفاصلة السنة طيب لو فرقتين تسوفوا النقاط القاعدة اللي الناس كانت ماشية بيها مين فرق الأهداف لا الأول فرق النقاط تسوفوا النقاط سواء في تحديد البطل أو تحديد البقاء المواجهات المباشرة المواجهات المباشرة بس النقطة الفنية المهمة اللي الناس تاخد بالها منه المواجهات المباشرة بدون احتساب أو بدون قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين لأنه ما حدش بيلعب في ملعبه أصلاً فهي المسألة انت تعدلت في ملعبي واحد واحد وأنا تعدلت في ملعبك صفر صفر العملية واحدة يبقى في حالة المواجهات المباشرة لا يؤخذ بقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض لكن هي أول قاعدة بيتم الترجيح بها في حالة تسوف النقاط طب كانوا متعدلين متسويين فيها يروح رايح لفرق الأهداف العامة انت في البطولة جبت كم جون وجي فيه كم جون فرق الأهداف العامة في صالح مين طب فرق الأهداف ده جايب ستين وجي فيه عشرين يعني عند أربعين وده جاب خمسين وجي فيه عشر يعني عند أربعين حالة تساوي خلاص أبرايب لا في حال تساوي في الفارق ياخد إيجابية التسجيل مين كان هجومه أحسن مين هجومه أقو آه إيجابية التسجيل طب تساوي في إيجابية التسجيل اعمل أرعى ملكه كتابة عشان تحدد مين يهبط أو مين يقعد أو مين ممكن ياخد الدور مفيش مباريات فصلة السنة دي وأعتقد شروط المسابقة كانت مبعوطة للأندية من بدري ده جدول الدوري وده الوضع اللي كان عليه فوز الأهل المهم على طلاع الجيش إحنا مقدرين أن الفوز في الوقت القاتل هز ناس في ناس كانت رتبة أوضحها النفسية وأفكارها وأوراقها على أن الأهل خسروا المباراة أو تعادل فبدأت المسائل تاخد اتجاه الروح القتلية بتاعة لعبة الأهل وتمسكهم فعلا بإرادة النصر والرغبة في أن هم يكسبوا المباراة خلتهم بيقاتلوا لغاية الثانية الأخيرة دي كانت مسألة مهمة جدا في استوديوهات التحليل نشوف رأي الشيخ طوى إسماعيل في أونسبورت كابتن طهر فوز مستحق النهارة لنادل طبعا أولا هي مباراة صعبة جدا من الصعوبة بمكانا ما تلعب مع فريق بيقدي بشكل دفاعي مكثف ومنظم يعني أغالق جميع المساحات وبعدين سواء من اللبناء سواء من العمق ولذلك في مثل هذه الظروف لابد أن يبقى عندك يعني درجة عالية من النجاعة الهجومية بحيث أي فرص تجيلك لازم تسجل منها لأنك تتكررش كتير ولذلك في الشوط الأولاني لو أنا سارت مجموعة من الفرص اللي جات في الشوط الأولاني من ضمنها انفراد أزارو وبعدين لما اتطرف بالكورة على الجنب اليمين بعد من فرض دي فرصة من الفرص وبعدين دي فرصة برضو فتحي حمدي الحمدي فتحي تزديد صالح جمعة من الفاول في المقص دي فرصة برضو راحت أكيدة جدا وبعدين تزديد أزارو من بعيد بجوار القائم دي برضو من ضمن الفرص يعني نحن مجموعة فرص في الشوط الأولاني لكن الأكيد فيها الانفراد اللي حصل بالنسبة له أزارو في الأول ثم اللي جات في القائم طبعا النادي اللي نجح في النواية سجل هدف في نهاية الشوط الأولاني وطبعا كان الهدف ده كفيل إنه هو يدي الناس مع نواية كويسة بالنسبة للنادي الآلي والعكس عيح بالنسبة للفريق الجيش لكن مع بداية الشوط الثاني فريق الجيش فجأ النادي الآلي بأنه ما استناش المجازفة لوقت متأخر ولكن جازف من البداية لكن اللي أنا عايز أقوله يعني ما بقولش الكلام ده مباهى للنادي الآلي ولكن النادي الآلي عموما يعني عنده هذه العقلية وعنده هذه الروح العالية اللي هو يكسب في آخر وقت يعني بيلعب الممبرارة لآخر ديئة فيها وعنده مؤمن بحظوظه في أنه يفوز بها خاصة من تكرارية العملية ديئة كثير قوي فاعتبر أن هذا الأمر دي حاجة من ضمن ركائز النادي الآلي ومن ضمن تقاليد النادي الآلي لأنه نفوز في آخر وقت من أنه أضغط وقع وابزل أقصى جهدي المدرب عمل بعض تغييرات جيدة يعني نزول الأجيين نزول الوليد برضو فرق إلى حد الشحات لما نزل يعني عمل تغييراته كلها تغييرات هجومية كلها بدعوة أنه يقابل الأداء الدفاعي وحتى الهجومي برضو لفريق الجيس اللي عمل مباراته اعتبر مباراته كبيرة جدا لفريق الجيس هو طبعا الشيخ طه مقتنع بالتغييرات اللي حصلت وأنها كان لها طبع هجومي وعايجي أكد أن كان فيه سعي من أجل الناصر رغم أن أحداث المباراة عملتها درامية بدون مناسبة يعني كان ممكن ماتش ده بأسهل من كده بكتير وفكرة أننا جماعة بقى معلشي أن النتيجة تحكم التحليل آه بيحدث ليه لما نقعد نشيد بالدور الدفاع المنظم طب أنت ليه كم فرصة كتير فيه دربة جزاء وكرة في العرضة غير الفرص التانية على الأقل ست فرص شبه مؤكدة فرصة مؤكدة تبقى جات جوت شبه مؤكدة فلما يكون فرقة وتيح ليك قدامها غير الجولاني اللي جبتوهم ست فرص لقيوا أنت عرفت تتغلب على التنظيم الدفاعي هو ده اللي عايز أقوله أنت في معظم مش في معظم معادة ماتش ساند داونز مفيش ماتش إلا أنت فاكك تلاصم الوصول إلى المرمى لكن اقتحام المرمى هي مشكلتك وإحنا يعني أنا شايف أني دي ميزة مش عايز مش عايز انتقدة كتير عشان ما يبقاش الناس خايفة تعطي بصل بعضها وما ت لا خش جيب وضيع بس ركز ركز شوية أيوة يعني في كور مثلا نتيجة برضو في كورة جات اللي أزاروا بالعرض رح لعيبها على طول علية فوق العرض الكورة دي لازم تعلم صعبة جدا عشان كده بقولك ماشي جاهله بالمواجهة الصح أنك بتسنب ويعمل كده وتروح لعيبة بطريقة تانية الكورة بتاعة أزاروا اللي كنا بنتكلم مع الفاهمين قوي طب أنت يعني بخبراتك وأنك كنت راجل هدف يعملها زي قال هو عايز يأكدها زيادة عن اللزوم فلعبها في الأرض ضربة الرأس اللي في البيراميد اللي تلعبت في الأرض دي ده هو مش عايز يلعبها كده شايف الصراعات شايفها يا إبراهيم مثلا الراحة الناحية التانية ولف يعني إمعانا إمعانا في التأكيد لكن هو طبيعي أنك تعد وتروح لعب على طول بس هو مش عايز يضيع الفرصة فبضيع التردد في اتخاذ القرار وأنا عشان كده بقولك أن محمد صلاح في الميزة دي أنه بيلعب اللعبة بالقرار وزي ما تيجي بتيجي ها هي بجزي هو حاسس أنه هو يقدر يتقنها صح كده طيب شفنا رأي الشيخ طهب في أونسبورت نشوف كمان في أونسبورت رأي الكابتن محمد أبو العلاء مباراة جيدة جدا نسيف يمكن الهدف اللي دخل في نهاية الشوت الأول هو اللي خلاننا نتفرج على شوت تاني حماسي وشوت تاني فيه شد وجذب وكان لا يمكن تتنبأ بنتيجة المباراة تقريباً معظم فترات اللقاء وطول فترات اللقاء لا يمكن تتنبأ مين في ريلا هيكسب خاصة بعدنا المجيش تعادل وعرف جيب ضرب الجزاء وبدأ ده بصراحة تحديده في جيش من الشوت الأول من بين الشوتين لما غير ونزل الإسلام جمال اللي يمكن أضاب بشكل بيد جدا واختار ياخد المخاطرة لوك إيميل بأنه هو غير طالية اللعبة قلت لك سحب خلط سطوحي من خط الدفاع وغير طالية اللعبة وشتغل أربعة، اتنين، ثلاثة واحد المهاجمين تحت يعني أزود الكسافة الهجومية وده فرق وعمل أداء جاي جدا الشوت التاني وبين أنه هو بيظهر بيوصل للمرمى بأكتر من طريقة والمباراة فتحت بعض الشيء بدأ منشوف هجمة هنا وهجمة هنا وبعد ده ما حصل التعادل واحد واحد من ضربة الجزاء قدر طبعا يسجلها إسلام جمال المدافع خل اللقاء بقى شكله بقى عصبي خل اللقاء بقى فيه التحامات قوية جدا شفنا سبع إنزارات في اللقاء أسيف شفنا شد عصبي خاصة من جهاز الفني فريق طبع الجيش ويمكن ده أنا وجهة نظر أنا عكس بالسلب ويمكن أكتر حاجة قبلت النهاردة فريق طبع الجيش وأكتر صعوبات عليه النهاردة شوف الليبانة الكافية عصبية ده تنقل للعيبة جون الملعب شفنا تنى نداي يمكن لما اترد فرق بشكل كبير جدا مع فريق الجيش لما تلعب عشر لعيبة قدام نادي الأهلي بالإمكانات الموجودة بعدد اللعيبة الهجومية الموجودة من ديها 72 ده أكيد يبقى عبق كبير جدا على فريق الجيش لكن بشكل عام أنا شاف أنها مباراة جيدة جدا مباراة ممتعة مباراة قرويا يعني فيها حاجات كثيرة جدا جدا والفرقتين اللعبه يعني الفرقة كان بتدافع الشرط الأول وعرفت تتحول الشرطين عندها قدرات هغومية وحاولت بينهالنا واستغلتها وكت أكتر من الند بشكل كبير جدا لفريق الأهلي والأهلي حد ديها 90 طبعا عمل كل الحلول وأغير كل التغييرات اللي خليت تدينه أفضلية والنقص العددي حاولي اشتغل عليه كمان لصورتي فيمكن كل الأمور دي كلها اللي حسمت اللقاء الشرط التاني زائد بتاك العصبية والطرد ده اللي أنا عايز أقوله يعني كابتن أبو العلي أقولك المباراة ممتعة فيها فرقتين اللي اتنين تعاملوا مع أحداث المباراة بواقعية دفعت خسرت حاولت أن أنا أهاجم وأخذ مخاطرات عشان أفوز ده بالنسبة لطلاع الجيش الأهلي إصرار 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 وفرص بتضيع لكن تشعر أن فيه إرهاصات بطول فيه جون جاي الناس اللي عادة في الأستوديو كلها كانت شعرة بهذا والناس اللي اللي في البيوت كانت شعرة بهذا المعنى فطبعا أنا أنا موافق على التحليل اللي قاله كابتن أبو العليا كمان طيب الدياء القاتلة أو الوقت أهي الدياء القاتلة أو الوقت القاتل أو براس تسعين أعتقد واحد من لعبت الأهل اللي أجادوا فيها وتخصصوا فيها وكتير لما أنقذوا مباريات خلالها كان عماد متعب وهو في استوديو التحليل نشوف متعب في أونسبورت كيف عايش البراس تسعين الناد الأهلي هكرر اللي أنا قلته بنشطين الناد الأهلي الروح عالية جدا 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 في مباراة كتيرة جدا ممكن نقعد نتفرج على فرق بتلعب ونه المباراة دي مهما تقعد لو عاد عشر ساعات ما فيش جوان هتيجي النهاردة الناد الأهلي أنا قعد نتفرج ومتطمئ حاس الناد الأهلي هيسجل لسبب لأن اللعبة اللي في الملعب عندها حافز ودافع وإصرار غير طبيع وحسب الحقيقة الموقف ده لصالح جمعة يعني رغم العصابية والنرفسة ما فقدش عصاب ومكلف لعب طلع الجيش طرد ولكن يعني سبت بشكل كبير بالضبط وبعد رجع لورة لو حراجة زي ما حرج بتقول هو رجع لورة عشان ما يكونش فيه أي احتكاك تاني ياخد كارت أحمر عشان عارف أن أي حاجة هتحصل داخل الملعب خارجية هتأثر على نتيجة المباراة صالح النهاردة من نجوم اللقاء صالح يعني تقلق النهاردة يمكن زي ما قال دكتور طه عمل كرات كتيرة جدا 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 للأذار والرمضان والجرالدو قبل ما يخرج وكرة اللي تصاب فيها جرالدو نتمنى له إن شاء الله تكون الأمور سليمة إن شاء الله ويعدي على خير منها لكن ناد الأهلي أنا شايف الناد الأهلي من ناحية البدنية والناحية الزهنية الناد الأهلي كان قوي جدا النهاردة كان فيه إصرار من لعيبة على مدارة 90 دقيقة وده اللي مطلوب من لعيبة الناد الأهلي في الوقت ده وطول الوقت هي لعيبة الناد الأهلي رجولة الناد الأهلي وكوت شخصية الناد الأهلي بتبان في المواقف دي المواقف الصعبة والأوقات الصعبة بان النهاردة وعلى ما أعتقد على ما أعتقد اللعيبة لو فضلت تأدي بالشكل ده وبالإصرار ده والروح دي ما حدش هيلومهم على أي حاجة ممكن تحصل بعد كده فأنا بقول لهم ألف مبروك على النتيجة وعلى الأداء لأنهم قدوا مباراة جيدة مثل لصارتي النهاردة حاول بكل الطرق أنه يقدر يعدل من أمور الفرقة في الشرط التاني وعمل تغييرات كلها تغييرات إيجابية عشان الفرقة تقدر تغير النتيجة يمكن ووليد سليمان الراجل جابه بقاله فترة كبيرة جدا وبيصق فيه وداله وقت قليل جدا ووليد كومة اللعاب الكبير مهما كان الوقت اللي بيغصق كبير أو قلال هو بقدر يستفيد منه ووليد سليمان النهاردة يعني كان شكل شكل مميز جدا في الوقت اللعب حسين الشحات أنا بالنسبة لي حسين الشحات شوط ثاني من أروع الأشواط اللعبة حسين الشحات من ساعة ما جاء النادي الأهلي من ناحية الإصرار والرغبة الإمكانيات موجودة إمكانيات اللعبة موجودة أنا بتكلم على الإصرار والرغبة الرغبة والإصرار ده كبثيف مهم جدا جدا للعيب اللي يلعب في فرق كبيرة اتفاق وتطابق بين اللي قاله الكابتن عماد هو ما خرجش الحقيقة عن مضمون الكلام اللي اتقلمك الشيخ طاق أو كابتن أبو العلا بس بقى عماد بالحس بيقولك أنا هو ده اللي أنا بقى اللي عايز أقوله للناس انت قاعد مستني الجون فيه مطشط اللي بنقول عليها بدون روح لو الفريتين قاعدوا يومين يلعبوا انت شاعر ان ما فيش جون جاي ده 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 السماء اللي تمازل قال الفطرة الأخرانية حقيقي يعني يجب الحفاظ عليها ونتعامل معها وندعمها فكرة انك تسعى ما تقلعش من الفرص ياريت طبعا الفرص دي ما تهضرش بالطريق دي عشان تبقى الناس بتتفرق وياه مستمتع أكتر وهدي أكتر لكن تبقى عارف ان فرقتك عندها حلول طيب اذا رأي السلاس الشيخ طاق وابو العلا وعماد متعب التركيز ارادة الفوز الحالة اللي عليها لعبة الاهل في الضغط الهجومي المتواصل حتى وان كان طريع الجيش بيقدي بشكل جيد وبخطوط مقفولة وبشكل منظم الا ان الاهل استحق الفوز وانت اخر هل ده نفس رأي الكابتن ضياء السيد في النيل للرياضة ولا لا مش لازم كل بطولة تحسيمها قبلها بأسبوعين او بثلاثة أسابيع واربعة أسابيع لما بتجيلك ظروف انت تتحمل ده كبطل وانا بشوف ان المباريات معظمها هتبقى بهذا الشكل فلازم يعني شوف النهاردة مثلا حاجة واحدة بس تبين الاهلي وهو بطل نزول وليد سليمان شوف وليد سليمان مدى السقة اللي حواليه وبتحرك في وقت والغاية متى يوم يعني غاية ينفع هو ده اللعيب البطولة ده اللعيب اللي بيتحمل بقى اللي بيتحمل الاوقات دي الاوقات انك ثلاث دقيقة اه لا لسه بدريت جيب جون دي اه لسه بدريت جيب جون هي دي الفرقة اللي عايزة تاخد البطولة وهي دي الظروف اللي مر بيها الاهلي كتير جدا على مدى اجيال بتتورس فلازم يكون اللعيب اللي موجود عارف انه هيحصل ده ويحصل انك تتعادل ويحصل انك لا عايز تجيب جون في الاخر كل ده حصل لكن ده ما يمنعش ان الجيش شوط التاني عمل 25 دقيقة كويسين جدا اه بهاجم الاهلي ضيع فرص جاله بنالتي مستحق واحرص منه اه حصل الطرد حصل فيه تراجع ظهرت شخصية النادي الاهلي واللعيبة فعملت الضغط على فرقة الجيش الى ان اه جات ضربة الجزاء وضاعت رغم كده بيبان شخصية عالي معلول قد ايه هو قائد قد ايه هو اه اه لعيب بطولة لعيب يادر يكون اه اه موجود في الفرقة دي بيحاول اه برضو التركيز على ان هو ده مطلوب الاهلي الفطر اللي جاي اه ما تضيعش فرص كتير بس يبقى عندك الرغبة والارادة والاسرار لان هو ده وبعدين هو فيها اشادة بفكر المدر بطريق غير مباشر انك انت تستدعي لاعب زي وليد سليمان او تجيب اه العناصر الخبرة اللي هي دلوقتي اه وتشركهم حتى لو الفطرات قليل يبقى انت بتفكر ان اللي جاي يبقى لهم ادوار اكبر تمام المطش المطش ادى ادى اه سهولة في التحليل لان كات عناصر تفوق الاهلي كبيرة او طيب اسلام جمال يا جماعة لاعب طلاع الجيش بعد ما سجل هدف طلاع الجيش من الجزاء هو عمل اشارة في شعار الاسه شعار نادي الزمالك اللقطة دي كانت مسار اهتمام كبير بين الجماهير وجدل بس انا عايز اقف عندها عند نقطتين ثلاثة اولا اسلام جمال في مداخلة لهم مع الكابتن متحد شلبي ما انكرش الراجل وقال انا كنت بلعب علشان اخدم نادية نادي الزمالك وانا معار من نادي الزمالك وعايز ارجع نادي الزمالك وبلعب علشان اساعد الزمالك انه ياخد بطولة ده كلام قاله بعضمة لسانه مبارح بعد المباراة انا ما اقدرش الومه هو لعيب معار من نادي الزمالك هو ما بيفوتش هو بيلعب بالاجادة بيلعب بحافز اضافي بيلعب بدوافع كبيرة ده حقه بالمناسبة زي ما احمد ياسر ريان واحمد حمدي ولعبت واكرم توفيه لعبت الاهل المعارة للجونة لما لعبوا مباراة قوية جدا ضد بيرامد حد منهم قال انه هو احتفل بشعار النادي الاهلي هو معار من النادي الاهلي فبالتالي زي ما ما بنلومش ده ما بنلومش اسلام جمال هو معار من النادي الزمالك فمش عايزين الجمهور يلومه الجمهور يلوم مين جمهور يلوم الناس المتخازل ويلوم الناس بقى اللي بتكل بمكالين الناس اللي لمجرد من كابتن على عبدالعال كان لابس فنيلة حمرة هو المدير الفني للداخلية واحد من ابناء الاهلي او كابتن حسام حسن لما باس او ابراهيم حسن لما باس الفنيلة الحمرة قامت الايامة وازاي ومش من حقه يغيز جمهور الزمالك بالاهلي ومش من حقه يبين انه هو بيخدم الاهلي نفس الظروف انا بقول لكم انا شخصيا ما ادرش اقول له مسلم جمال هو معار من الزمالك وعايز يرجع الزمالك انت ما اقول ناد الزمالك وبيلعب بالاجادة مش يلعب بالتفويت يعني حوافز ايجابية مش سلبية تدايقك انت دي حاجة تانية مجهود زيادة على لعبة الاهلي انه تواجه دي حاجة تانية لكن ما هذا حصل مع لعبة الاهلي في الجونة بتدي فرقتك اللي انت بتمثل لحقها يعني انت بتجيد قدام الاهلي عشان تخدم زمالك بس يجيد قدام الزمالك عشان تخدم الجيش ما تفوتش ايوه يعني هو ده المعيار طالما ان ده اللي بيتم متفكرنش بنصر فاروق حرس المحلة لما قال لك كنت بالعب دود الزمالك وراح بس حسام حسن نجاب فيه وعايز الزمالك يجوب جون فيه واخدلك هو ده 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 حاجات مطلوبة حاجات مطلوبة في كرة القدم الحوافز انها تبقى موجودة للاجادة والمعيار الواحد زي ما قبلتها للاهلي تقبلها اللعيب الزمالك مدام هي اعارات ومدام هو اصلا مش محتاجي عبر عن انتمائه هو بيلعب في نديه هو معارم النديه طيب نشوف الكابتن علاء نبيل لانه الحياة فيه اكتر من موقف سابق انصف الاهلي بشكل جد جدا وواضح هذه المرة في النيل للرياضة كيف يرى علاء نبيل فوز الاهلي المتأخر الثمين مجمع المباراة لان ندي الاهلي يستحق تلت نقط التمام الشيط التاني الهدف اللي جيلا لطلع الجيش صعب والامور شوية واضطر الموضوع اللي حاكم بكلمة عليه في الاول فعلا تحس اللعيبة توطرت شوية لقبت النادي الاهلي لكن تحس برضه في اللحظة اللي ممكن النادي الاهلي يجيب جون يعني لا جديد نفس الإشهادة نفس هو طبعا الكابتن اللي علاء نبيل عادة في معظم الأحيان إلا قليلا بيكون الحقيقة بيعجبني إنه موضوعي صحيح ساعة كده يسخن يعني باختلف معه بقول له أنا مختلف معه طيب مباراة الاهلي وطلائع الجيش مبارح فكرت الكابتن طهي اسماعيل بمباراة مهمة أيضا كانت للاهلي مع طلائع الجيش 2008-2009 نشوف الشيخ طهي تاني توقعت إن في الثواني دي أو في الدقيق دي ممكن الاهلي يكسب كتن طهي باللهيش بقول لك الحاجة طلائع الجيش على وجه الخصوص يعني فيه كذا حالة النادي الأهلي يكسب فيها في آخر وقت يعني مرة كسب الدوري العام وكان بلعب وراء مع طلائع الجيش وكان خسره 1-0 وكان النادي الإسماعيل المنافس كان خلص من موراته وبيتفرج 1-0 دي تكسب النادي الإسماعيل البطولة النادي الأهلي تعادل بجولة بطريكا ثم أحمد فتحي فوز وبعدين محمد طلعت بهدف ثالث وده كله كان في وقت متأخر جدا من براء فيه برضو مبراء قريبة يمكن من سنتين ثلاثة برضو النادي الأهلي كسب في آخر وقت حتى ناس كله كان حصل فيها شوات كلاشات كده بين ناس وبعضها لكن النادي الأهلي يعني عود لعيبة النادي الأهلي بالروح والإرث اللي موجود عندهم بتاع الفانيلا الحمرة اللي فيه ناس كتير يعني ما بعجبهاش الكلام بتاع الفانيلا الحمرة ما تقول الله الفانيلا الحمرة لكن ده وقع يعني ده وقع موجود إننادي الأهلي فعلا أكتر الفرق اللي بيسجل فيه لأوقات الضيعة لما بيكون متأخر لحد ما بيفوز النهاردة الفانيلا الزرق النهاردة الفانيلا الزرق معنا الشهر والعلم من المعترضين على حيث تروح الفانيلا الحمرة عايزها لاتنين للزرق والنهاردة حضرتك دخل مع أفهات النهاردة الذنين عكبتوا ووازم نستحمله هنعمل ايه فدي بتخليك يعني تبقى برضو عشمان إن النهاردة الأهلي ممكن نجيب بقوله في أي وقت إلا أنه مارستها وأنا باتفرج على الأكبر مني مارستها وأنا بلعب مع الفريق النادل آلي مارستها وأنا باتفرج على الصغيرين الآن اللي بلعبوا إن النادل آلي ده أحد مرامح فريق النادل آلي إنه هو بلعب لآخر وقته أبردو ده لك انطباع إنه ممكن يجي الاحتمال وارد ليه نتكرر مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشر فده الاحتمال ده خليك في كل وقت من الأوقات في الأوقات المتأخرة من براء عندك هذا الشعور خاصة إنما يكون منتمل النادل آلي ومارست هذا الأمر لعيب وتفرجت على اللي قبليك وتفرجت على اللي بعديك عشان كده كان عندي برضو شعور إنه ممكن يحصل وقد لا يحلش لكن حصل فالحمد لله رب العالمين الحمد لله أنه حصل يعني يعني المباراة دي اللي بيحلل للبعض إنه يتلكك بيها لأنها أعقابها مباراة فصيلة بين الأهل والإسماعيلي والناس بتتين بتنسى إن الأهل يكسب تلاتة ما تكسبش اتنين يقول لك في كرة أبو تريكة زق اللي عيب قبل ما يجيب الجون وأنت جاي بالجون وعلي فكرة أنت جبت الجون أحمد فتحه ومحمد طلعت في دقيقة لدرجة إنه وهو بيعيد الجون بتاع أحمد فتحي جاي الجون بتاع طلعت يعني إحنا شوفنا جون طلعت في الإعادة ما شوفناهوش هو بيجيبه عيبا فيعني عشان لو كنت إنت حتطلع الجون أبو تريكة لا أول موسم ده حجم الحقوق اللي هدرت ليك ده أنت في الماتش ده لك ده بتنجزها الماتش ده مخدتهمش لكن كلعة ده تسيب لي بنالته وتكلمنا على زق لا ده أنت سيبت إيه ده أنت الأهلي كان متقدم حوالي بتسعة بونط أهضرتهم تحكميا في بنالة لبوتريكة واللي فلافيو عشان تقول أنت إنه جامل تاني طب وأنا لو عايزة جاملك من الأول أضيع الفرص دي كل اللي بنضي كله عشان أجي في الآخر أجاملك عشان تيجي في الآخر بص الإرس الأهلاوي اللي الكابتن طه اسمعيد تكلم عليه وحكاية الديئة بعد الديئة تسعين ما هو ده القرس الرياضي اللي بيمثل سمات شخصية البطل أنا عايز أقولك إنه في العدد الشهري من مجلة الأهلا هتبقى عند القراءة السابت إن شاء الله في السوق عمل لها ملف طبي ده كاترة القلب قالك البلاس تسعين ده خطر على صح خطر على القلب إنك إنت الناس كلها اختزلت لحظاتها سواء الفرحان أو الزعلان يعني لحظة الشعور المفاجئ الداهم في ثانية دي مسألة الناس لازم أن تتعود عليها فملف طبي في الطب نفسه بقراءة سادزة في الطب يوم في البلاس تسعين مع تفاصيل هذا الإرس الحضاري في المية واثنشر سنة تاريخ الندل إنت حتلاقي لأ هي دي مكونات شخصية البطر اللي لازم أن الأهل يفضل محافظ عليها واللي هي هتميزه على أي حال اللي هي إرادة النصر حتى ما ما بعد الصفارة أنا قلت لك مرة دي المطولة العربية اللي كانت في المغرب أيوة السوبر النخبة العربية السوبر النخبة العربية أنا بقول لك أنا مرة سمعت الكابتن فاروق جعفر بيحكي قالك لما كنا باللعب الأهلي ما تطمنش إن احنا تعديلنا أو كسبنا اللي لما أروح واسمحها في نشرة تسعة قالك عندنا أحساس إن احنا طول ما احنا في الاستاد لو في الانت ويسل هالي يجيب جول أعتقد هذا الشعور ربما يترجمه الكابتن محمد أبو العيلة في أونسبورد وهو بيتكلم على حكاية الوقت القاتل مع الأهلي بالتحديد مقتلد على الحاجة أنت لا لا لأ عندك حاجة عايز تقول حاجة هو عايزه ميلغو حاجة معانا تتسألت زيني معقولة لأ أنت عمبت حاجة نفسك تقولها هو كان عايزه ميلغو حاجة معانا كان بحطرت عليها مقتلد لأ يمكن يعني هو طبعا يعني حاجة انت هتعقب على الكابتن طبعا لأ أنا بحضر معانا لأ سليمشو عنديش يعني طب من تسألني ليه لما أنت عايز نقول معانديش عشان تقول معانديش يعني بس لكن شفتك هتدخل المساحة وتعقب على كابتن طبعا لأ أنا عندي حاجة أولها بس مش أقول لأ نسمعك مجاملة لسه بقولك عندك تعقب على كابتن طبعا لأ ما عنديش طبعا حاول إيه بعد الكابتن طبعا طبعا بس أنا قلت لك جميلتي لا أو يمكن يدعو يعني للنحدة يعني فيها إيه عايز أقول هي ملفتة جدا إن كتير فعلا في أوقات كتيرة جدا في ديئة 90 و ديئة 92 و ديئة 95 تلاقي دايما لأهلي حاضر في الوقت دا و دا الكلام كان طبعا أنا شخص يقول لأ كان متأكد يعني هم بس هي يعني فعلا يعني ممكن حتى سواء أنت منتمي لنادي الأهلي أو مش منتمي لناديهلي هي حاجة تدعو لأنك دايما تاخد بالك منها يعني حاجة دايما موجودة أو عايشة من زمن طويل فممكن تكون تطرح حسنا كتير في موضوع دا روح كتير للحمرة نعم على هذا بيقترح حاجة أه عايزهم يلغوا ما بعده فيها 90 يعني عشان يكونوا مقاين بس لا أولا الفكرة للمتشاط أول ما بدأ كتسعين ديئة أه بس بس فيه 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 التوانون وقت بدأ الله يعني أيوة مشي بس يعني هو أول ما بدأ كتسعين ديئة هو مساحة مقنون بقى تلعبت على الوقت بدأت ضعادة والأمور تغارتش فيه مثال دا دعابة يعني على الماشي كده هو مؤدب أوي أه محترم طيب المباراة دي كان فيها جدل تحكيمي في النقطة تي طلعك بعض الأراء هو الأهل اللي ما بيطلبش كما جانبش معنى الأهل المتمسك بالمصريين هو منطق العائدة وكأن الحكم المصري هو طيب الأهل لما طلب حكام أجانب ودفع فلوس جابوه له حكام أجانب تقريبا مقيمين في الدور الصوت ولما طلبه السنة اللي فاتت ما جابوهش خالص والسنة اللي فاتت ما جابوهش وفي مطشل قاله الزمالك قالك محمد الحنفي إن ما هي الفكرة هو هل أنتوا بتقولوا ده على أساس عشور مبارح جامل للأهل مش إحنا اللي هنقول رأينا خبراء التحكيم وزميله في موقع اليوم السابع الكابتن عدل عقل الحكم السابق بيعمل تحليل للحكام فكانت سأله هل الحكم حرم الأهل من ركلة جزاء وهل تغاضع عن طارد حارس الطلاع وكان يستحق قال عدل عقل مش أنا محمود عشور قدم نموذج تحكيمي متواضع كان بعيد عن مستواهل الإيدفاني المعهود به هو عنده خبرات كبيرة جدا عنده إمكانيات فنية متميزة جدا لكن في هذه المباراة كان بعيد قوي عن المستوى الطبيعي له ليه؟ قال عدل عقل العصبية سيطرت على أداء عشور في معظم فترات المباراة من المجدود؟ ماتشط الأهل في ركلتين جزاء وحسبهم واحدة منهم بفرمان من الحكم الخامس قال إنه في الوقت اللي عشور تغاضع عن ركلة جزاء صحيحة لمهاجم الأهل رمضان صبحي هتشوفوها حضراتكم كانت زاوية الرؤية بالنسبة له مش مناسبة احتسب المخالفة من خارج المنطقة رغم إن الإعادة أظهرت إن الخطأ بشكل واضح جدا جوا المنطقة الكل أشاد بيه عشور في وقعة احتساب أو إدى الفرصة لأذاره في الهدف اللي جابه ما عطلش اللعب في إصابة جيرالدو ده قرار سليم جدا منه بس الأهم منه حماية اللعب اللي تعرض لضربة في المخ دي جريمة دي جريمة يعني اللي حصل من الحكم في الواقع دي جريمة أنت بتحسب يا راجل القانون بيدي لك المسئولية أن أنت تحافظ على حياة اللعبة في لعب يعمل في منافس هذا الضرب يجيب له ارتجاج في المخ ما ياخدش نظار طب أنت لو كنت حسبت لو صفرت في اللحظة دي ومدتش الفرصة استكمال اللعب لأذاره كان لازم أن هتعاقب اللعب المعتادة مش كده طب أنت أغفلته ليه هل علشان ما احتسبتش الخطأ طنشت على جريمة الحارس مع جيرالدو لا دي مسألة هو دماغه تقول له ايه الأهلي فرحان بيقول مش هيتوقف عنده دي أنت بتطبق القانون ما لكش دعوة مين فرحان يعني دعيم يطلع على المستشفى وانت ما بتديروش ما خدش نظار يعني الطرد مسألة ده طرد ومحضر فيها أنت بتتكلم في اعتداء وبرضو ما ليش دعوة حكاية أسطو أصد مش أصد في الاعتداء القانون بيحسب على التهور وعلى الإهمال طيب قال كمان عاد العقل في التحليل بتاعه أنه تغاضع عن البطاقة الحامرة المستحقة الحارس طلاعي محمد بسام للخشونة الزايدة والعنف الشديد في مواجهة جيرالدو في الديها ستة واربعين تسرع في انذار صالح جمعة في الديها تنين وسبعين وشايف أنه صالح جمعة ما كان لهش أي علاقة باعتداء لعب طلاعي يجيش عليه هو بيتوازن مش أكتر من كده أنظر أيمن أشرف أغفل الحاكم انذار أيمن أشرف من الأهلي للتهور وأحمد سامي مدافع الطلاع للإعتراض شايف أنه الاتنين كانوا يستحقوا لانذار ده عاد العقل هالكابتن أحمد الشناوي خبير لتحكيم الدولي في أونسبورت سجل إيه على محمود عشور في هذه المباراة الجدلية نشوفه نيجي برضو هنا نفس الكلام طبعا هنا محمود عشور أغضر المباراة بشكل كويس بغض النظر عن اللي حصل اللعبة دي من الألعاب الصعبة جدا هل هي جوة ولا برة طبعا الكلام ده حتى لو هو هي منبارا واحتسب رجل الجزاء اللي بيحسب الحاجات دي دائما وأبدا دلوقتي الفار عشان كده اللعبة دي آه هو لو كان بقى جاي وفاتح منها حتانية لكن طبعا رتدادات الحاكم مش كل مرة ممكن يبقى في المكان اللي يسمح له بالرؤية اللي يقدر يحدد فيها بشكل صعي لكن اللعبة دي تحديدا طبعا هي اه احتسب الفاول وحطها من برة لكن هي من جوة وكانت من مفترض أن تكون راكل الجزاء دي الحالة بالنسبة الأولانية الحالة اللي بعد كده هدف الأهل طبعا هنا حارس المرمى التحم بشكل يعني قمة يعني استخدام القوة والوحشية في الالتحم مع اللاعب دخل بالشكل ده يعني أنا شايف بغض النظر بقى هناك فرصة محققة لإعراض هدف هجم وعدة الكلام ده كله بنا نضعه جانبا إنما طبيعة المخالفة nature of the offense اللي طبيعة المخالفة إيه طبيعتها إيه فيه استخدام قوة زايدة ولا فيش استخدام قوة زايدة خلاص بغض النظر بقى مش هنبص لهجمة ولا فرصة ولا حاجات دي كلها كان لازم يتعامل معه لكن مش عارف اه اه احتسب اه الهدف احتسب لكن ما تعملش مع الحارس حتى بانذار فطبعا دي من الألعاب برضو كانت صعبة جدا كان لازم يكون فيها يعني قرار اه اه اداري تجاه حارس المربو شوف داخل ازاي بالشكل ده يعني قمة الوحشية في الالتحان مع الضعاب بس الكابتن يعني الشناوي هو طبعا عايز يساند التحكيم لأنه هو بيشعر إنه لما بينتقدهم هما بيزعلوا منه فقال لك بصرف النظرة على اللي حنقوله وعمل ماتش كويس يعني لما يكون ما حماش اللعب منه وحشية بحسب الاعتداء عليه الاعتداء وحشي وصفه بكده يعني وما يكونش حسب ضربة جزاء قالك ربما لعدم التواجد في المكان المناسب ده دي بالذات لو جبت اللعبة من أولا هتلاقي الكابتن عشور بيجري بيجري وراها شايفها وما فيش أي لعيب يحجب عنه الرؤية منه للحدث يعني وبعدين انذار صالح جمعة يعني حاجة غريبة جدا اهي طيب بص الحاكم اهو 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 ما شافش ايه بقى وبعدين اللعيب نفسه ده موجود بيرضى اللعيب اللي عمل الفاول هو اللعيب اللي عمل الفاول جوه وصالح ورمضان لما وقع هو بص التاني عمود عليه يعني التاني يعني كل عناصر اللعبة الحاكم هايب دايبان اهو اهو بص اهو والحاكم سابق اللعيب بتاع الطلاعي يعني هو اللي شايف هو اللي شايف طبعا اه وشاف انهم جوه كلهم جوه وبعدين خليها فوق الخط الوحيد اللي كان برا خليها الخط اين نقوي سيبك بالكورة اللعيب غوة يعني افرد ان الكورة برا هما الاتنين جوه بقولك حتى لو عالخط لو الكورة على الخط حتى لو عالخط محسوبة جوة مش برا وبردو هي مش عالخط بقولك يعني هل الكابتن محمود عشور هنا شاف ان هما برا الوحيد اللي كان برا هو 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 طيب على رأيك يعني اخطاء مؤسرة ضربة جزافة ديها حاجة واشرين يعني دي اوضح بالله عليكم اللي بتكاد كده لها مسكع برجله ده الاتنين ضربتين جزافة طيب رأي الكابتن احمد الشناوي سجل ده وانا ما زلت مصمم الجريمة الكبيرة اللي حصلت لجرالدو واليقظ الكاملة كانت تبقى من عشور ان برضو انت اديت اديت الادفانتج ليه اه اذاره عشان يكمل ويستفيد بعد الجرن لازم ان تطرد الحارس ده عنده فرصة تسجيل كاملة بصها ده عقد ده وحشي ده مش تهور ده عنف مبرح محاولة امبارح واضحة وفجة ان يلبسوا الحكم انه جامل الاهل اي في النيل الرياضة واحمد جعفر ابن كابتن فاروق جعفر ولد يعني لقى نفسه فيه انه يشتغل مراسل وعادة هو كويس امبارح جاي بالمدرب بيستنطقه لدرجة انه ما باش يتارب ديالوج بينه وبين المدرب باللغة الانجليزية بيستنطقه يعني انت شايف انه هو كان بيجامل الاهل يعني انت شايف انه هو كان عايز يكسب الاهل يعني انت شايف انا ماشي اتكررت من كذا حد برطا لا ما انا انا ما انا جايلك بس عشان المعلق بطيش حاتم بطيش غير معقول يا حاتم انت كنت عدو مجلس ادارة ناتذة مالك احنا مش ناسيين لا لا حاتم ما كانش عدو لا ده خالد لطيف لا والده 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 كان عدو مجلس عمر بطيش اه اه عمر بطيش وهم حاتم زم الكاوي والمعلقين اللي هم المفروض حرفيين ومهنيين طول الماتش بتكرس للفكرة دي بطريعة مش موجود على ارض الملعب يعني الكلام ده لو فيه كلام فيه جدل حتى فحاجة تجننك المعلق اسمه احمد عمر ابن عمر عبد الخالق اه ابراهيم عمر ابراهيم عمر وهو ولد هادي كده ونفسه يعني حيبقى حاجة مش بطالة برضو واخد اتجاه انه يعني مش دور المراسل انه ياخد موقف ويقول رأيه ويلح عليه لا لا ما هي المسألة بعيدا عن المهنية خلص فده اللي انا بتكلم يعني انك انت الماتش ما كانش فير لدرجة انك تغرج من طباع ان الحاكم ان المدرب بتاع طلع جيش من ثورته وما قطيح له من اسئلة بتوجهه انه هو الظلم شعر انه الظلم وبقى ماش يلف على الفضائيات وحتشوفه وكفى انه قدامك وكلكم ده الحمد للنا قدامنا كلنا انا عايزة تشوف حاجة بس طب قدامنا كلنا طب انت يا خواجة ما تجيب لينا حاجة قولينا فرقتك تظلمت في ايه الاهل تجامل في ايه والشيء الوحيد اللي قالوا اه الشيء الوحيد اه انا عمري ما اضطردت وانا اشان عمره ما غلط انا عمري ما اضطردت وانا ما انا كنت بقول اللي لعبتي اه حنعمل ايه ما كنتش اه معترض على حاجة وطيب ماشي طردك زول منت ايه علاقتنا احنا بيها ايه علاقت الملعب بيها ايه بجاملت الاهل فيها طب ما تشوف انت تجاملت في ايه اربع خمس قرات مصيريين يا راجل وجاية تتكلم تقول الاهل عايزين يحسبوله عايزين يعملوله شيء يعني نشوف الكابتن كمان الفترة اللي جاء مش مستحملة كده انا ليه بقول الكلام ده يا جماع كلنا ناخد بالنا الفترة اللي جاء مش مستحملة ان احنا نستعدي الجماهير على بعضها بشيء مش موجود يعني حنقلف حاجاتش كلنا شايفينا حنقلف احداث يعني ايه ده نشوف رأي كمان الكابتن جماله العندور اروح لركلة الجزاء اللي تم احتسابها من خارج منطقة الجزاء نشوفها مرة تانية ونشوف التدخل كان فين ادي اللاعب اهو اهو العرقلة داخل منطقة الجزاء لانه اصلا قدم لاعب طلاع الجيش على الخط والعرقلة واللاعب النادي داخل منطقة الجزاء بالكامل اذا دي ركلة جزاء احتسبت من خارج اهو من هنا اهو ادي العرقلة اهيه داخل منطقة الجزاء ما فيه اجباع اصلاع من وضوح وسهولة اللعبة هي اللي بتخليك تندهش اللعبة سهلة زي الجون زي العنف بتاع الكابتن بسام اه محمد بسام محمد بسام فيه عنف واضح الحاجات الواضحة مش حم يعني لا تحتمل التخدير فطرد لاعب طلاع الجيش كان انظار تاني هل يا شوارب دفعوا لصالح جمعة ده ما يستوجبش الانظار انا بس عايز الي اخوة اللي بيحاولوا ينفخوا في النار هاتلي اللقطة بس من اولها عشان القرارات المؤسرة اهو دفعوا لصالح جمعة بهذا الشكل بدون كورة ده يستحق عليه انظار ولا لا اهو ده اعتداء ولا مش اعتداء هم يعني ما عملوش حاجة خالط طيب صالح عمل ايه خد انظار عشان مسك عصابه يعني صالح جمعة خد انظار علشان مسك عصابه طيب اللاعب دفعوا بايديه بدون كورة بالضرب بالشكل ده ده ما ياخدش انظار يعني ما ياخدش كارت اصفر ولما ياخد كارت اصفر لما عنده كارت اصفر من قبل كده ما يضطردش علشان بس الناس اللي بتقولك ظلم الجيش وجامل الاهلي جامل الاهلي في ايه بعد اذنكم اهو ده قد صالح جمعة انظار من باب التوازن الشكلي ده ماشي وراء اهه ممشيش وراء اللاعب صاحب طيب فين رد فعل الصالح اللي بيستحق عليه على فكرة دي من غير اشتباك اهو الدفع دي بي اهلا دي طارد مباشر اخوان الله 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 طيب وصالح واقع بيخبطه ولما قام بيضربه انا عايز اقاف قدام صالح جمعة بقى شوية اه اصلا حاسس كده ان انا مبسوط اه حاسس براحة كده ضميري مرتاح كنا في وقت ما بنوجه له خطابات مباشرة ايه ايه وانا بالله العظيم كنت مصدق قوي ان انا لو عمل اللي انا في نفسي هنكسب لعيب كبير طبعا المستوى اللي بيقدي بيه كابتن صالح جمعة ملعبش بيه حتى في السعودية هو عنده اسرار دلوقتي ايه فالوحد فرحان بيه اه صالح جمعة الكورة بتاعت الجوني اللي اتعور فيها جيرالدو انا عايز جبوها لنا يا جماعة عشان تشوفي الحساسية بتاعت لا لا بغلعيب كبير لا طريقة طريقة الاداء مع الكورة لا هتقولنا بلا انا عايز صالح مش عايز جيرالدو مش عايز الجريمة ها قابل اهو اهو شايف شايف بص اهو لعبها بحساسية عالية بارتفاع علشان تنزل فيه هو شايف مسافة وعنده ثقة في سرعة اللي اتنين لعبها يعني هو لعبها بين ازارو وجيرالدو عارف اللي اتنين وسرعتهم حيتجاوزوا الدفاع الدفاع فالعبها بالقوة والسرعة الرائعة لا ده فيها ابداع عالي جدا الكورة دي طيب فانت القرارات واضحة جدا الطرف اللي قدير واللي تظلم في هذه المباراة بشكل واضح لعب النادي الاهلي لعب الجيش للطلاع يستحق الطرد اه يستحق الطرد كان يستحق الطرد بكارت احمر مباشرة اما وانه عنده كارت اصفر ادياله كارت اصفر اه فيها طيب فيها كارت فيها كارت اصفر وطرد لان كان انزار تادي فيها كارت اصفر وعنده كارت اهي طيب اديك انت حسبت ضربة الجزاء والحاكم الخامس قالك عليها طيب هذا الخطأ يستوجب الانزار طيب لما يستوجب الانزار وانت حسبت الخطأ حاكم الخامس قال له بنالته وانزار اه علشان عنده انزار مرضيش يديله انزار يالي بتقوله جامل الاهلي يعني انتم متخيلين حجم الاخطاء اللي قدير بيها الاهلي حاكم خامس يقوله بنالته وانزار فما يديش يحسب البنالته وما يديش الانزار عشان ما يطردهوش جون يرتكب الجريمة الكاملة مع جيرالد ويفقده الزاكرة بالعنف الشديد ده وكل خبراء التحكيم يقول له كان عنف وحشي ما ياخدش انظار الطبيعي جدا يضطرد ضربة جزاء الحاكم يحسب الخطأ ويطلعها برا طبعا عايزيني تاني ايه حجم الاخطاء لو ما كانتش بالفداحة دية تبقى ايه هل بعد كل ده لسه الناس بتتكلم اصف الحاكم جامل الاهلي احنا مقدرين احنا مقدرين انه زيب والعلم ما بيضحك ان الجون المتاخر دايق الناس دايق الناس بس بالمناسبة ده الوقت القانوني للمباراة والمباراة الحاكم حسب خمس دقائق الجون جيه قبل الخمس دقائق يعني لو الجون جيه في الديئة التانية ولا التالتة من الوقت بذل اللي تضايح كان قال لك بس ده عشان اديهم وقت ضايع عايزين ايه في الاخر خلوا الاهلي يلعب خمسة وتمانين ديئة بس شيلوا من مطشات الاهلي الخمس يعني هو عطا لو نفزنا عشان تستريحوا تسمع لو نفزنا اختراح كابتنا بالعيلة بتلعب سعين ديئة تتحسي بالجون ده انتوا يعني مش عايزين تواجهوا او مش عايزين تعترفوا ان دي لعبة بتبزل اقصى طاقتها ومتحملة كتير قوي وربنا بيوفقها علشان فعلا الكل بيخلص والكل بيركز والكل بيقدم عليه لكن تأثير هذا الفوز على مسيرة الفريق نشوف عن المنافسة في بطولة الدوري معتزئين واحد من لعبة الكرة نشأ في نادي الزمالك لعب في النادي الاهلي له مطشات كبيرة مع الفرقتين نشوف انطباعه بصدور نسب الدوري للتلات فرقة كم فلمية؟ هو قال لي اربعين فلمية النادي الاهلي تلاتين فلمية الزمالك تلاتين فلمية بيرمت لو سألتك نفس السؤال هتقول لي ايه؟ لأ انا اقول خمسين خمسين? الاهلي خمسة وعشرين خمسة وعشرين ليه؟ اعتقد ال الخسارة بت small two hosts اعتقد الاخسارة بتاعة بيركز في مباراة يعني خسارة الأهل من بيرامدز دي جات له بتوقيت صعب هو بيجمع نقطة دلوقتي ففوقته وبن مبرح على اللعيبة في مباراة المصري فأعتقد كانت وقفة جامدة بين اللعيبة وبن بعضها كابتل محمود الخطيب كلنا شفنا وتابعنا اللي هو راح لهم التدريب وعمل اجتماع مع الجهاز ومع اللعيبة فأعتقد اللي هم تعهدوا إن ما يكونش في خسارة تاني فأعتقد اللي هم هيركزوا جامد جدا الفترة اللي الجاية فعشان كده أنا يعني عايز أقول لك مجرب لما بيحصل واقفة وخصوصا من المجلس اللي هو بيجي وده مش بيتكرر كتير غير في المواقف الصعبة التدخلات دي فمتهيئة اللي هم هيركزوا أكتر فعشان كده أنا بقول لك خمسين في المائة ده واضح إن التعليق ده يعني كان بعد ماتش المصري لما اتطبقوا بقى دلوقتي ممكن تبقى العملية بقت خمسة خمسين في المائة ما كل ماتش كل ماتش يديك خمسة في المائة طب هل النسبة دي هي هي في ميزان الكابت الرابع ياسين ولا لا نشوفه المنافسة على الدوري السنة دي شايفة زي ودخل بيرامدز مع الأهل والزمالك زمالك بيأدي أداء جيد السنة دي والتنافس خلاص جامد شديد الدوري من وجهة نظري إن لسه في الملعب ترتيب أهل زمالك بيرامدز بيرامدز عامل حالة كويسة فنية عنده مدرب كويس عنده مدرب كويس فنيا عالي جدا عنده شخصية بعفير المنافس لوصف في رئيته صحة كم زكريا وعنده لعيبة على مستوى الفردي عليهم جدا تحترموا وتحبوهم فعمل حالة فنية في الدوري قوية رغم إنه جاي فترة قصيرة دي حقيقة ده رابع مدرب لبيرامدز دي حقيقة إذ أهلي طبعا بعد عودته الأخيرة وأداه القوي وانتظام فنياته وانتظام نجومه والتغييرات الصيفية الشتوية خد بالك أنا بقول إن أهلي حالته أحسن يمكن اللي فرق لفترة خيرها ماتش سان دونز هو اللي فرق إنما الأهلي عودته قوية وفنياته وأنا أرشحه بقوة إنه هو الدوري يكسب كل الماتشات ياخد الدوري دون النظر للأنديات التانية سواء زمالك أو دوري في الملعب لسه طبعا طبعا في الملعب يكسب يلعب يلعب ويكسب أنا بقى ما ليش لعب الكلام ده كل ولا خش في دماغي النسب دي الدوري منافسته شديدة جدا 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 خصوصا بين الأهل والزمالك لأننا نحط اعتبار الماتشين الذي يتقدم بهم بيرامد عن الأهل والثلاث ماتشات عن الزمالك دول فيهم عدد من الإبناء ست نقاط حتى لو حتاخد نصهم إنت والزمالك كل فرقة تاخد نصها برضا حتظل الأولوية إنما بيرامد مش بعيد دور في الملعب طيب ولذلك لازم نبقى مأكدين على كده يا جماعة مش عايزين نعيش الأحلام إحنا مش هنشو السمكة أستاذ براهيم قبل ما نصطاده ولا إيه رأيك صحيح ركز والسفتاء والسبعة وعشرين مليون والثلاثة وعشرين قالوا نعم والتعدلات خلاص أصبحت يعني تنفذ على طول وفورا بعد الإقرار النهاردة من سبعة ونصة ومن تمانية لربع وفاجأ إنه الزمالك اتغلب اتغلب من بيرامدس اتغلب واحد صفر وكان طبعا الزمالك يعني بيشتغل أو يعني إنه هيفوز وإنه يحتل الدور وخلاص وإنه مش ممكن يتغلب وقالك ده الأهل اتغلب إحنا ليمكن إحنا مش الأهلي فأنا وفاجأ كمان يعني وانا بحتفل ألائي كمان بيرامدس بيحتفلوا إنهم فازوا ويبدو إنه بيرامدس بصراحة يعني إنه رايح أو هم بيشتغلوا وشغلنا عشان ياخد الدوري بس في الآخر الدوري للأهلي الدوري في الآخر للأهلي أنا بقولها هو على ها هو إحنا بنحتفل الدوري قادم الأهلي قادم قادم لا محالة فازع الزمالك فازع الأهلي جايب أحسن لعيبة في الدنيا الأهلي قادم قادم الدوري إن شاء الله إن شاء الله في الجزيرة كالعادة أولي يا دكتور لا أنا لسه بقولك بالشكل أعتقد أن الأهلي هو بطل الدوري مش كده متفق معايا بالترتيبة دي بعد عودته المباراة الموجلة أنا أعتقد أن الأهلي بإذن الله بطل الدوري المسيط وكلها أمنيات من ناس أهلوية ماشي هاخد على هذا الاعتبار ولكن أحسن مقيل من ناحية الموضوعية قوي ما قاله كابتر ربيعة دوري في الملعب لا دوري في الملعب كلنا شايفين لكن قال جملة هي دي بتعكس ده اللي يتقال إن لما تاخد الحالة الفنية للتالت فرع الأهلي فنياته أعلى في اللحظة دي ما عرفش بكرة يبقى إيه في اللحظة دي الأهلي متقدم بفارق مش كبير قوي إنما متقدم كان فيه وقت زمالك بفارق واضح وكان فيه وقت بفارق واضح دلوقتي الأهلي متقدم من ناحية الفنية ده اللي أقدر أقول هل يتوكب هذا مع توفيق فني وفي النتائج يا رب طيب الرأي بقى في الاتحاد السكندري وليد صلاح الدين مدير الكرة في الاتحاد شايف الفرصة بين الأهلي والزمالك وبيرمد في الدوري إيه أقولنا إيه الفرق بين الأهلي والزمالك بالزمالك بعد يناير الأهلي الروتيشن اللي بيعمله مستر لسارتي من أول يناير وفي نفس الوقت عدد اللعيبة وكم التدعيمات اللي في يناير أنت جبت حمدي فاتحي انتداب رائع ياسر إبراهيم انتداب رائع رمضان صبحي أسحاد جيرالدو مع رجوع أجاييه وليد أذار أنت العدد في النادي الأهلي بقى عدد كبير جدا لدرجة أن أنت لو لعبت مثلا حسين الشحات أو رمضان مش فرقة لو لعبت جيرالدو أو أجاييه مش فرقة لو لعبت ناصر ماهر أو صالح جمعة كلهم كويسين لعبت بقى وليد أذار أو مروان محسن أو صلاح محسن الطبيعي أن أي حد من العدد الكبير جدا يؤدي لأنه هو فعلا لعب كويس قوي مختلف تماما عن حالة نادي الزمالك قولنا حالة نادي الزمالك تثبيت التشكيل بيعمل تجانس وبيعمل تفاوم في أرضية المرعب لكن عندك مشكلة لو غاب عنصر من العناصر المؤثرة جدا وأنا قلت لك من أول السنة أنا من وجهة نظري في أربعة لو غاب واحد منهم بيبقى فيه مشكلة لنادي الزمالك ما بالك بقى لو بقى اتنين أو تلاتة أنا شايف في رجال نساسي طريق حامد كهربا أوباما الرباعي ده لما بيغيب واحد نادي الزمالك يتأثر ما بالك بقى لو الرجل نفسه بنفسه راح مطارت دين أو مطارت دينة بمزاجه شفتوا الكلام المهم جدا في الخلاصة الفنية لكابتن وليد صلاح ده بيتكلم فن بقى الأهلي يفرق عن دول في الروتيشن اللي عملوا لسارتي وده بسبب أنه عنده عدد كتير من اللعيبة الكويسة قوي اللي استخدامات يناير فرقت معاه وعددهم لما يغيب فلان هتلاقي علال نصر ماهر أحسن صنع لعب الفترة اللي فاتت لكن لما بيقعد بيلعب صالح هجوم عيبة واحد من اللعيبة المهمين جدا ياسر إبراهيم وحكذا في وقت من الوقت قلتلك ما نقعدش نقول أخ طقب في كذا لعيبة الأهلي ما فيهش خطأ يحصل معك طيب هذا التدعيم القوي بهذا العناصر المهمة جدا اللي كل المحللين بيشيدوا بيهم تخيلوا تبص تلاقوا جزء من الحرب على الأهل إن أنت عايز تكسر في اللعيبة وعايز تهاجم في المجلس وعايز تخرم السفينة عشان تغرقها يطلع جورنان يقولك من دلوقتي الأهل بيدمر صفقات الأهل يحرق ملايين الخطيب وإنه المدير الفني عايز يتخلص من صفقات يناير في نهاية الموسم صفقات يناير يعني كل العناصر الكويسة اللي انت شفتوهم محل الاهتمام ومحل الإشادة ومحل التقدير من الناس كلها وبيعتمد الإيه الآله عايز يمشيهم العامي ده بيعتمد عليهم ده بيعتمد عليهم في كل مباراة فأنا بعمل لكم المقارنة هنا نوصل ليه بقى أستاذ زبراهيم وانت بتعمل مقارنة وكل حاجة احذروا هذا الاسلوب في الفترة القادمة اسلوب ان انت يقومك على فرقتك يلئك على فرقتك يوقع بينك وبين فرقتك يوقع بين اللعبة وبعضها وبين اللعبة والجاز انك انت تفقد ثقتك في المدرب احذروا مثل هذا الاسلوب الخفافيش كان عندنا فقرة كبيرة مهمة جدا علشان نقف على حقيقة خفافيش الظلام لكن ده همن الوقت والامل ان شاء الله في صهرة رمضانية الخميس القادم من عشر الاثناشر لانه خريطة البرامج في رمضان يوميا هتلتقوا مع احد برامج الهوى على شاشة الاهلي من عشر الاثناشر مثال كل يوم ملك واكتبه يكون معاكم في خريطة رمضان كل يوم خميس يعني هترتاحوا مننا كل يوم اتنين يوم الخميس من عشر الاثناشر مساء والاعادة في نفس التوقيت في اليوم التالي دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا وعلى خير نلتقي في العاشرة مساء الخميس القادم ان شاء الله كل سنة وحضراتكم طيبين وتبقى دائما وأبدا روح الفنلة الحمراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة